الوجه الثاني قال ابن اسحاق وكان ممن دخل معهم بجوار عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة وابو سلمة ابن عبد الاسد في جوار خاله ابي طالب فان امه برة بنت عبد المطلب فان امه برة بنت عبد المطلب فاما عثمان بن مضعون فان صالح ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف حدثني عمن حدثه عن عثمان قال لما رأى عثمان بن مضعون ما فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يروح ويغدو في امان من الوليد بن المغيرة قال والله ان غدوي ورواحي في جوار رجل من اهل الشرك واصحابي واهل ديني يلقون من البلاء والاذى في الله ما لا يصيبني لنقص كثير في نفسي فمشى الى الوليد بن المغيرة فقال له يا ابا عبد شمس وفت ذمتك وقد رددت اليك جوارك قال لما يبن اخي لعله اذاك احد من قومي قال لا ولكني ارضى بجوار الله عز وجل ولا اريد ان استجير بغيره قال فانطلق الى المسجد فاردد قال فانطلق الى المسجد فاردد علي جواري علانية كما اجرتك علانية قال فانطلق فخرج حتى اتي المسجد فقال الوليد بن المغيرة هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري قال صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار ولكني قد احببت ان لا استجير بغير الله فقد رددت عليه جواره ثم انصرف عثمان رضي الله عنه ولبيد بن ربيعة ابن مالك ابن جعفر في مجلس من قريش ينشدهم فجلس معهم عثمان فقال لبيد الا كل شيء ما خل الله باطل فقال عثمان صدقت فقال لبيد وكل نعيم لا محال زائل فقال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول فقال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث هذا فيكم فقال رجل من القوم ان هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله فرد عليه عثمان حتى شرى او سرى امرهما فقام اليه ذلك الرجل ولطم عينه فخضرها او فحضرها والوليد بن المغير قريب يرى ما بلغ عثمان فقال والله يا ابن اخي ان كانت عينك عما اصابها لغنية ولقد كنت في ذمة منيعة قال يقول عثمان بل والله ان عيني الصحيحة لفقيرة الى مثل ما اصاب اختها في الله واني لفي جواري من هو اعز منك واقدر يا ابا عبد الشمس فقال له الوليد هلما يبنى اخي الى جوارك فعد قال لا عزم الصديق على الهجرة الى الحبشة قال ابن اسحاق وقد كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كما حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حين ضاقت عليه مكة واصابه فيها الاذى ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ما رأى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فاذن له فخرج ابو بكر رضي الله عنه مهاجرا حتى اذا سار من مكة يوما او يومين لقيه ابن الدغنة اخو بني الحارث ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة وهو يومئذ سيد الاحابش الهامش الدغنة بفتح الدال المهملة مشددة وكسر الغين المعجمة والاحابش هم اناس من قريش تعاهدوا وتحالفوا بالله انهم ليد على غيرهم وذلك عند جبل حبشي اسفل مكة فسموا الاحابش انتهى الهامش فقال الى اين يا ابا بكر قال اخرجني قومي وآذوني وضيق علي قال ولم فوالله انك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم ارجع فانك في جواري فرجع معه حتى اذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة فقال يا معشر قريش يا معشر قريش اني قد اجرت ابن ابي قحافة فلا يعرض له احد الا بخير قال فكف عنه قالت وكان لابي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح فكان يصلي فيه وكان رجلا رقيقا اذا قرأ القرآن استبكى قالت فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته قال فمشى رجال من قريش الى ابن الدغنة فقالوا يا ابن الدغنة انك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا انه رجل اذا صل وقرأ ما جاء به محمد يرق وكانت له هيئة ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا ان يفتنهم فاته فمره بان يدخل في بيته فليصنع فيه ما شاء قالت فمشى ابن الدغنة اليه فقال يا ابا بكر اني لم اجرك لتؤذي قومك وقد كرهوا مكانك الذي انت به وتأذوا بذلك منك فادخل بيتك فاصنع فيه ما احببت قال اوى ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله قال فاردد علي جواري قال قد رددته عليك قال فقام ابن الدغنة فقال يا معشر قريش ان ابن ابي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم وقد روى الامام البخاري هذا الحديث متفردا به وفيه زيادة حسنة عن عروة ابن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابواي قط الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا يأتين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتل المسلمون فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر مهاجرا نحو ارض الحبشة حتى اذا بلغ برك الغماد الهامش برك الغماد بفتح الباء وكسرها مع سكون الراء وضم الغين وكسرها هو موضع باليمن وقيل موضع وراء مكة بخمس ليال وهو المراد هنا انتهى الهامش حتى اذا بلغ برك الغماد او الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة قوله القارة بفتح الراء مخففة هي قبيلة مشهورة من بني الهون انتهى الهامش فقال اين تريد يا ابا بكر فقال ابو بكر اخرجني قومي فاريد ان اسيح في الارض فاعبد ربي فقال ابن الدغنة فان مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وانا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة وطاف ابن الدغنة عشية في اشراف قريش فقال لهم ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فلم يكذب قريش بجوار ابن الدغنة فلم يكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويصل فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلم به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره ثم بدى لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصل فيه ويقرأ القرآن فكان نساء المشركين وأبناءهم يعجبون منه أو يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن في الصلاة والقراءة فيه وإن قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا فانهى فإن أحب على أن يقتصر أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك فإن قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي قد عاقدتك عليه قريش فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال أبو بكر فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي مبسوطا الهامش سيأتي هذا الموضوع في الهجرة إلى المدينة من الفصل الثالث التالي من هذا القسم انتهى الهامش موت النجاشي الهامش لا خلاف في أن النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات هو الذي هاجر إليه المسلمون الأولون فآواهم وأمنهم ولكن اختلف العلماء هل هو الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه يدعوه فيه إلى الإسلام كما بعث إلى سائر الملوك سنة ست للهجرة فذهب بعضهم إلى أنه هو وذهب آخرون إلى أن النجاشي الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الملك الذي ولي أمر الحبشة بعد سابقه الذي أسلم ولم يعلم جوابه والظاهر أنه لم يسلم واستذلوا بحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسر وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول لا يستبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى النجاشيين فأسلم الأول دون الثاني وهذا ما يعنيه أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده أن ينفي عن النجاشي المسلم وصف الجبار لأن كل هؤلاء الجبابرة لم يسلموا والله أعلم انتهى الهامش ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات وقال البخاري موت النجاشي ثم روى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة وروي ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغير واحد وفي بعض الروايات تسميته أصحمة وفي رواية مصحمة وهو أصحمة ابن أبجر وكان عبدا صالحا لبيبا زكيا وكان عادلا عالما رضي الله عنه وأرضاه الهامش قوله ابن أبجر بالهبنزة أوله هو هكذا في كتب السير وجاء في القاموس المحيط ابن بحر وقال الشارح الزبيدي وقال الشارح الزبيدي في تاج العروس كذا في النسخ والصواب ابن أبجر وقد أخطأ مراجع مطبوعة البداية والنهاية في نقله عن القاموس المحيط من دون تحقيق مخالفا الأصول التي بين يديه انتهى الهامش وقال يونس عن ابن إسحاق اسم النجاشي مصحمة وفي نسخة صححها البيهقي أصحم وهو بالعربية عطية قال وإنما النجاشي اسم الملك كقولك كسرى وهرقل قلت كذا قال ولعله يريد به قيصر فإنه علم لكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم وكسرى علم على من ملك الفرس وفرعون علم لمن ملك مصر كافة والمقوقس لمن ملك الإسكندرية وتبع لمن ملك اليمن والشحر قوله الشحر بفتح الشين وسكون الحا هو ساحل البحر بين عمان وعدن وتكسر الشين انتهى الهامش والنجاشي لمن ملك الحبشة وبطل موس لمن ملك اليونان وقيل الهند وخاقان لمن ملك الترك وقال بعض العلماء إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيمانه من قومه فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه فلهذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا فالغائب إن كان قد صلي عليه ببلده لا تشرع الصلاة عليه ببلد آخر ولهذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غير المدينة لا أهل مكة ولا غيرهم لا أهل مكة ولا غيرهم وهكذا ابو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة لم ينقل انه صلي على احد منهم في غير البلدة التي صلي عليه فيها فالله اعلم قلت وشهود ابي هريرة ربي الله عنه الصلاة على النجاشي دليل على انه انما مات بعد فتح خيبر في السنة التي قدم بقية المهاجرين الى الحبشة مع جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه يوم فتح خيبر وصحبتهم اهل السفينة اليمنية اصحاب ابي موسى الاشعري وقومه من الاشعريين رضي الله عنهم الهامش وكان فتح خيبر بعد صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة انتهى الهامش وقال السهيلي توفي النجاشي في رجب سنة تسع من الهجرة وفي هذا نظر والله اعلم قال ابن اسحاق ولما قدم عمر بن العاص وعبد الله ابن ابي ربيع على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهم النجاشي بما يكرهون واسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره امتنع به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى غاضوا قريشا فكان عبد الله بن مسعود يقول ما كنا نقدر على ان نصلي عند الكعبة حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه قلت وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود انه قال ما زلنا عزة منذ اسلم عمر بن الخطاب وروا زياد البكائي عن عبد الله بن مسعود قال ان اسلام عمر كان فتحا وان هجرته كانت نصرا وان امارته كانت رحمة ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه قال ابن اسحاق وكان اسلام عمر بعد خروج من خرج من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحبشة قلت هذا يرد قول من زعم انه كان تمام الاربعين من المسلمين فان المهاجرين الى الحبشة كانوا فوق الثمانين اللهم الا ان يقال انه كان تمام الاربعين بعد خروج المهاجرين ويؤيده هذا ما ذكره ابن اسحاق ها هنا في قصة اسلام عمر وحده رضي الله عنه قال البيهقي في الدلائل باب ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي ثم روى عن الحاكم بسنده عن ابن اسحاق قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله الى النجاشي الاصحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله وادعوك بدعاية الله وادعوك بدعاية الله فاني انا رسوله فاسلم تسلم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا ان بانا مسلمون الاية الرابعة وستون من سورة اهل عمران فان ابيت فعليك اثم النصارى من قومك هكذا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة الحبشة وفي ذكره هاهنا نظر قوله وفي ذكره هاهنا نظر ارجع الى تعليقنا على عنوان موت النجاشي اول هذا الموضوع فان ما بيناه فيه يحسم الخلاف انتهى الهامش وفي ذكره هاهنا نظر فان الظاهر ان هذا الكتاب انما هو الى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر واصحابه وذلك حين كتب الى ملوك الارض يدعوهم الى الله عز وجل قبيل الفتح كما كتب الى هرق العظيم الروم وقيصر الشام والى كسرى ملك الفرس والى صاحب مصر والى النجاشي قال الزهري كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم اليه واحدة يعني نسخة واحدة وكلها فيها هذه الاية وهي من سورة اهل عمران وهي مدنية بلا خلاف فانه من صدر السورة وقد نزل ثلاث وثمانون ايام من اولها في وفد نجران كما قررنا ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة فهذا الكتاب الى الثاني لا الى الاول وقوله فيه الى النجاشي الاصحم لعل الاصحم مقحم من الراوي بحسب ما فهم والله اعلم وانسب من هذا هنا ما ذكره البيهقي ايضا عن الحاكم عن محمد بن اسحاق قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن امي الضمري الى النجاشي في شأن جعفر ابن ابي طالب واصحابه وكتب معه كتابا باسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول الله الى النجاشي الاصحم ملك الحبشة سلام عليك فاني احمد اليك الله الملك القدوس المؤمن المهيم واشهد ان عيسى روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخته كما خلق ادم بيده ونفخه واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والمولاة على طاعته وان تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني وبالذي جاءني فاني رسول الله وقد بعثت اليك ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين فاذا جاءوك فاقرهم وادعي التجبر فاني ادعوك وجنودك الى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى فكتب النجاشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الى محمد رسول الله من النجاشي الاصحم ابن ابجر سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته لا اله الا هو الذي هداني الى الاسلام فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من امر عيسى فورب السماء والارض ان عيسى ما يزيد على ما ذكرت وقد عرفنا ما بعثت به الينا وقرينا ابن عمك واصحابه فاشهد انك رسول الله صادقا ومصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك واسلمت على يديه لله رب العالمين وقد بعثت اليك يا نبي الله بارها ابن الاصحم ابن ابجر فاني لا املك الا نفسي وان شئت ان اتيك فعلت يا رسول الله فاني اشهد ان ما تقول حق حصار الشعب والصحيف الظالمة نذكر هنا مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطالب في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحالفهم فيما بينهم عليهم على ان لا يبايعوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصرهم اياهم في شعب ابي طالب مدة طويلة وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة وما ظهر في ذلك كله من ايات النبوة ودلائل الصدق قال موسى بن عقبة ابن الزهري ثم ان المشركين اشتدوا على المسلمين كاشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء وجمعت قريش في مكرها ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية فلما رأى ابو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطالب وامرهم ان يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم وامرهم ان يمنعوه ممن ارادوا قتله فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله ايمانا ويقين فلما عرفت قريش ان القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعوا على ذلك اجتمع المشركون من قريش فاجمعوا امرهم ان لا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق لا يقبلوا من بني هاشم صلحا ابدا ولا يأخذهم بهم رأفا حتى يسلموه للقتل فلبث او فلبث بن هاشم في شعبهم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد وقطعوا عنهم الاسواق فلا يتركون لهم طعاما يقدم مكة ولا بيعا الا بادروهم اليه فاشتروه فاشتروه يريدون بذلك ان يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو طالب اذا اخذ الناس مضاجعهم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتجع على فراشه حتى يرى ذلك من اراد به مكرا واغتيالا له فاذا نام الناس امر احد بنيه او اخوته او بني عمه فاتجعوا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتي بعض فرشهم فينام عليه فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم ورأوا انهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق واجتمع امرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه وبعث الله على صحيفتهم الارضة فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق ويقال كانت معلقة في سقف البيت فلم تترك اسما لله فيه الا لحسته وبقي ما كان فيها من شرك وظلم وقطيعة رحم واطلع الله عز وجل واطلع الله عز وجل رسوله على الذي صنع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فقال أبو طالب لا والثواقب ما كذبني فانطلق يمشي بعصابته من بني عبد المطلب حتى اتى المسجد وهو حافل من قريش فلما رأوهم عامدين لجماعتهم انكروا ذلك وظنوا انهم خرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم أبو طالب فقال قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فعله أن يكون بيننا وبينكم صلح وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها فأتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوع إليهم فوضعوها بينهم وقالوا قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد جعلتمه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم فقال أبو طالب إنما أتيتكم ليعطيكم أمرا لكم فيه نصف إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أن الله بريء من هذه الصحيفة التي في أيديكم ومح كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا فوالله لا نسلمه أبدا حتى يموت من عندنا آخرنا وإن كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتم قالوا قد رضينا بالذي تقول ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرها فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله إن كان هذا قد إلا سحرا من صاحبكم فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام على رهضه بما تعاهدوا عليه فقال أولئك النفر من بني عبد المطالب إن أولى بالكذب والسحر غيرنا فكيف ترون فإن نعلم إن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهي في أيديكم طمس ما كان فيها من اسمه وما كان فيه من بغي تركه أفنحن السحرة أم أنتم فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش ولدتهم نساء من بني هاشم منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية بن المغيرة وزمعة بن الأسود وهشام بن عمر وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر بن لؤي في رجال من أشرفهم ووجوههم قالوا نحن براء مما في هذه الصحيفة فقال أبو جهل لعنه الله هذا أمر قضي بليل قال البيهقي وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ يعني من طريق ابن لهيع عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير يعني كسياق موسى بن عقب رحمه الله وعن موسى بن عقب أنه قال إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشعب من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك فالله أعلم ثم روى البيهقي من طريق يونس عن محمد بن إسحاق قال لما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي بعث به وقامت بن هاشم وبن المطلب دونه وأبى أن يسلموا وهم من خلافه على مثل ما قومهم علي إلا أنهم اتقوا أن يستذلوا أن يستذلوا ويسلموا أخاهم لما قارفه من قومه فلما فعلت ذلك بن هاشم وبن المطلب عرفت وعرفت قريش أن لا سبيل إلى محمد اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم وكتبوا صحيفة في ذلك وعلقوها بالكعبة ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم واشتد عليهم البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم الشعب أبي طالب وما بلغوا فيه من فتنة الجهد الشديد حتى كان يسمع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا كراهيتهم لصاحبهم لصحيفتهم الظالمة وذكروا أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرض فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أكلت وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان فأخبر الله تعالى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك عمه أبا طالب ثم ذكر بقية القصة كرواية موسى بن عقبة وأتم وقال ابن هشام عن زياد عن محمد بن إسحاق فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا منه أمنا وقرارا وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجعل الإسلام يفشوا في القبائل فاجتمعوا واعتمروا على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعهم شيئا ولا يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم وكان كاتب الصحيفة منصور بن إكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي قال ابن هشام ويقال النظر بن الحارث فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصابعه وقال الواقدي كان الذي كتب الصحيفة طلحة ابن أبي طلح العبدري قلت والمشهور أنه منصور بن عكرمة كما ذكره بن إسحاق وهو الذي شلت يده فما كان ينتفع بها وكانت قريش تقول بينها انظروا إلى منصور بن عكرمة قال ابن إسحاق فلما فعلت ذلك قريش حازت بن هاشم وبن المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه وخرج من بن هاشم أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم وحدثني حسين بن عبد الله أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة ابن ربيع حين فارق قومه وأظهر عليهم قريشا فقال يا ابنة عتبة هل نصرت الله والعزة وفارقت من فارقها وظاهر عليها قالت نعم فجزاك الله خيرا يا أبا عتبة قال ابن إسحاق وحدثت أنه كان يقول في بعض ما يقول أو حدثت أنه كان يقول في بعض ما يقول يعدني محمد أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعد الموت فماذا وضع في يدي بعد ذلك ثم ينفخ في يديه فيقول تبا لكما لا أرا فيكما شيئا مما يقول محمد فأنزل الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب الآية الأولى من سورة المسد قال ابن إسحاق فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا لم يصل إليهم شيء إلا سر مستخفيا به من أرادا صلتهم من قريش وقد كان أبو جهل بن هشام فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بن هاشم والله لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة فجاءه أبو البختري ابن هاشم ابن الحارث ابن أسد فقال ما لك وله فقال يحمل الطعام إلى بن هاشم فقال له أبو البختري طعام كان لعمته عنده بعثت به إلي أتمنعه أن يأتيها بطعامها خل سبيل الرجل قال فأبى أبو جهل لعنه الله حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ أبو البختري لحيا بعير فضربه فشجه ووطئه وطئا شديدا وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشتمون بهم فيشتمون بهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا مناديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحدا من الناس فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه وجعل القرآن ينزل في قريش بأحدائهم وفي من نصب لعداوته منهم من سمي لنا ومنهم من نزل القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار فذكر ابن اسحاق أن آباء لهب فذكر ابن اسحاق أبا لهب ونزول السورة فيه وأمية بن خلف ونزول قوله تعالى ويل لكل همزة اللمزة السورة بكاملها فيه والعاص بن وائل ونزول قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية السابعة والسبعون من سورة مريم وأبا جهل بن هشام وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن آلهتك ونزول قول الله فيه ولتسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم الآية من سورة الأنعام ورقمها ثمانية بعد المئة والنظر بن الحارث بن كلدة بن علقمة ومنهم من يقول علقمة بن كلدة قاله السهيلي وجلوسه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه حيث يتل القرآن ويدعو إلى الله فيتل عليهم النظر شيئا من أخبار رستم وإسف ديار وما جر بينهما من الحروب في زمن الفرس ثم يقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها فأنزل الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة سورة الفرقان الآية الخامسة وقال تعالى ويل لكل أفاك أثيم سورة الجاثها الآية السابعة قال ابن اسحاق وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النظر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النظر فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون سورة الأنبياء من الآية الثامنة والتسعين وحتى الآية المئة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله ابن الزبعرى السهمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة له والله ما قام النظر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد وقد زعم أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم فقال عبد الله بن الزبعرى أما والله لو وجدته لخصمته فسلوا محمدا أكل من نعبد من دون الله حصب جهنم مع من نعبده مع من عبده فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرى ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده في النار إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون أي عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين سورة يوسف الآية السادسة والعشرون والآيات بعدها ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعرى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أمه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون الآيتان السابعة والخمسون والثامنة والخمسون من سورة الزخرف انتهى الشريط الخامس وننتقل إلى الشريط السادس الشريط السادس وهذا الجدل الذي سلكوه باطل وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب ومن لغتهم أنما لما لا يعقل فقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون إنما أعيد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت سور أصنام ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصورة ولا المسيح ولا عزيرا ولا أحدا من الصالحين لأن النفض لا يتناولهم لا لفضا ولا معنى فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى بن مريم من المثل جدل باطل كما قال الله تعالى وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ثم قال إن هو أي عيسى إلا عبد أنعمنا عليه أي بنبوتنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أي دليلا على تمام قدرتنا على من نشاء على ما نشاء حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثى كما قال في الآية الأخرى الآية الأخرى ولنجعله آية ولنجعله آية للناس الآية الواحدة والعشرون من سورة مريم أي أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة ورحمة منا نرحم بها من نشاء وذكر ابن إسحاق الأخلس ابن شريق ونزول قوله تعالى فيه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم الآية العاشرة وحتى السادسة عشر من سورة القلم وذكر الوليد بن المغيرة حيث قال أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود الثقافي سيد ثقيف فنحن عظيماء القريتين ونزل قوله فيه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الآيتان الواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون من سورة الزخرف وذكر أبي بن خلف حين قال لعقبة ابن أبي معيط ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت من وجهي من وجهك حرام إلا أن تدفل في وجهه ففعل ذلك عدو الله عقبة لعنه الله فأنزل الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا من الآية السابعة والعشرين وحتى التاسعة والعشرين من سورة الفرقان قال ابن إسحاق ومشى أبي بن خلف بعظم بال قد أرم فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعدما تكونانها كذا ثم يدخلك النار وأنزل الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون من الآية الثامنة والسبعين وحتى الآية الثالثة والثمانين من سورة ياسين قال واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني وهو يطوف عند باب الكعبة الأسود ابن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر فأنزل الله فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين سورة الكافرون ولما سمع أبو جهل بشجرة الزقوم قال أتدرون ما الزقوم هو تمر يضرب بالزبد ثم قال هنموا فلنتزقم فأنزل الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم الآيتان الرابعة والأربعون والخامسة والأربعون من سورة الدخان قال ابن أسحاق ووقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه وقد طمع في إسلامه فمر به ابن أم مكتوم واسمها عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة الأعمى فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقريه القرآن فشق ذلك عليه حتى أضجره وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه فلما أكثر عليه صرف عنه عابسا وتركه فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى قوله مرفوعة مطهرة وقد قيل إن الذي كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابن أم مكتوم أمية بن خلف فالله أعلم نقض الصحيفة قال ابن إسحاق هذا وبن هاشم وبن المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها ثم إنه قام في نقض الصحيفة نفر من قريش ولم يبني فيها أحد أحسن من بلائي هشام بن عمر بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وذلك أنه كان ابن أخي نضلة ابن هاشم بن عبد منافل أمه وكان هشام لبن هاشم واصلا وكان ذا شرف في قومه فكان فيما بلغني يأتي بالبعير وبن هاشم وبن المطلب في الشعب ليلة قد أوقره طعاما حتى إذا بلغ به فما الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبيه فدخل الشعب عليهم ثم يأتي به قد أوقره برا فيفعل به مثل ذلك ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فقال يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوانك حيث علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم أما إني أحرف بالله لو كانوا أخوان أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا قال ويحك يا هشام فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها قال قد وجدت رجلا قال من هو قال أنا قال له زهير أبغن ثالثا فذهب إلى المطعم ابن عدي فقال له يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطلان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيك أما والله لئن أمكمتنوهم أما والله لئن أمكم أمكمتنوهم من هذه لتجدنهم إليهم لتجدنهم إليهم منكم سراعا قال ويحك فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد قال قد وجدت لك ثانية قال من قال أنا قال أبغن ثالثا قال قد فعلت قال من هو قال زهير بن أبي أمية قال أبغن رابعا فذهب إلى أبي البخترى ابن هشام فقال نحو ما قال للمطعم ابن عدي فقال وهل تجد أحدا يعين على هذا قال نعم قال من هو قال زهير أبي أمية والمطعم ابن عدي وأنا معك قال أبغن خامسا فذهب إلى زنعة ابن الأسود ابن المطالب ابن أسد فكلبه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال له وهو على هذا الأمر الذي تدعون إليه من أحد فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعون إليه من أحد قال نعم ثم سم القوم فاتعدوا حطم الحجون ليلا بأعلى مكة قوله حطم الحجون بفتح الحاء المهملة فيهما والحجون هو جبل بمعلات مكة وحطم الحجون مضيقه حيث يزحم الناس بعضهم بعضا انتهى الهامش فاتعدوا حطم الحجون ليلا بأعلى مكة فاجتمعوا هناك فاجتمعوا هناك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغد زهير ابن أبي أمي عليه حلة فطف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبن هاشم هلك لا يبتعون ولا يبتع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد والله لا تشق قال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب ما رضينا كتابها حتى كتبت قال أبو البخترى صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به قال المطعم ابن عدي صدقتنا وكذب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها وقال هشام ابن عمر نحوا من ذلك قال أبو جهل هذا أمر قد قضي بليل تشور فيها بغير هذا المكان وأبو طالب جالس في ناحية المسجد وقام المطعم ابن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك باسمك اللهم وكان كاتب الصحيفة منصور ابن عكرمة فشلت يده فيما يزعمون قال ابن هشام وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب يا عمي إن الله قد سلت الأرضة على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتت فيها ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان فقال أربك أخبرك بهذا قال نعم قال فوالله ما يدخل عليك أحد ثم خرج إلى قريش فقال يا معشر قريش إن ابن أخي قد أخبرني بكذا وكذا فهل صحيفتكم فهلما صحيفتكم فإن كانت كما قال فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنها وإن كان كاذبا دفعتوا إليكم ابن أخي فقال القوم قد رضينا فتعاقدوا على ذلك ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزادهم ذلك شرا فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله بعد ابطال الصحيفة قصصا كثيرة تتضمن نصب عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة لحج أو عمر أو غير ذلك منه وإطار الله المعجزات على يدي دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدى وتكذيبا لهم فيما يرمونه من البغي والعدوان والمكر والخداع ويرمونه من الجنون والسحر والكهانة والتقول والله غالب على أمره وذكر البيهقيها هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع يوسف وأورد ما أخرجه في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خمس اللزام قوله اللزام هو أخذ زعماء الكافرين يوم بدر وسيأتي تفصيل هذه العلامات في النهاية في الجزء الثامن من هذا الكتاب بعونه تعالى انتهى الهامش قال خمس اللزام والروم والدخان والبطشة والقمر وفي رواية عن ابن مسعود قال إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأ عن الإسلام قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف قال فأصابتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجيفة والميتة وحتى إن أحدهم كان يرى ما بينهم وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع ثم دعا فكشف الله عنهم ثم قرأ عبد الله هذه الآية إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون سورة الدخان الآية الخامسة عشرة قال فعادوا فكفروا فأخروا فأخروا إلى يوم القيامة أو قال فأخروا إلى يوم بدر قال عبد الله إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم يوم نبطش بطشة كبرى إنا منتقمون قال يوم بدر الآية السادسة عشر من سورة الدخان وفي رواية وفي رواية عنه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال اللهم سبعا اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيثة فأطبقت عليهم سبعا فشك الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانجذب السحاب عن رأسه فسق الناس حولهم قال لقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم وذلك قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون وآية الروم والبتشة الكبرى والشقاق القمر وذلك كله يوم بدر قال البيهقي ورد والله أعلم البتشة الكبرى والدخان وآية اللزام كلها حصلت ببدر قال وقد أشار البخاري إلى هذه الرواية ثم أورد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكريمة عن ابي عباس قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العلهز والعلهز هو الوبر بالدم فأنزل الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون الآية السادسة والسبعون من سورة المؤمنون قال فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عنهم ثم قال الحافظ البيهقي وقد روي في قصة أبي سفيان ما دل على أن ذلك بعد الهجرة ولعله كان مرتين والله أعلم وفاتوا أبي طالب وخديجة الهامش قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكان الأنسب بنا أن نذكر وفات أبي طالب وخديجة قبل الإسراء كما ذكره البيهقي وغير واحد ولكن أخرنا ذلك عن الإسراء لمقصد ستطلع عليه بعد ذلك فإن الكلام به ينتظم ويتسق الباب كما تقف على ذلك إن شاء الله ونقول ولكن فضلنا تقديم خبر وفات أبي طالب وخديجة على الإسراء لتقدمه عليه في التاريخ ولأننا لم نطلع على المقصد الذي أشار إليه ابن كثير ولعله سهى عن ذكره انتهى الهامش بعد أبي طالب توفيت خديجة بنت خويلت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وقيل بل هي توفيت قبله والمشهور الأول وهذا للمشفقان هذا في الظاهر وهذه في الباطن ذاك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها وأرضاها قال ابن إسحاق ثم إن خديجة وأبا طالب هنكا في عان واحد فتتابعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة وكانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن إليها وبهلك عمه أبي طالب وكان له عبداً وحرزاً في أمره ومنعة وناصراً في قومه وذلك قبل مهاجره قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراباً فحدثني هشام بن عروى عن أبيه قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته تغسله وتبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباكي ويقول بين ذلك ما نالتني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب قال ابن وسحاق ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشاً ثقى له قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلم وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها فانطلطوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليأطه منا فإن والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا وروى الترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس قال مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس أبي طالب فجلس فقام أبو جهل كي يمنعه ذلك وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك فقال يا عمي إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب تذل لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها الجزية العجم كلمة واحدة قال ماهي قال لا إله إلا الله قال فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب قال ونزل فيهم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرد فنادوا ولا تحيد مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ألمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق سورة صاد من الآية الأولى وحتى السابعة وروا البخاري بسنده عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقام فقال أيعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلماه حتى قال آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم سورة التوبة الآية الثالثة عشر بعد المئة ونزلت إنك لا تهدي من أحببت سورة القصص الآية السادسة والخمسون رواه مسلم وأخرجاه أيضا من حديث الزهري عن سعيد بن الموسيب عن أبيه بنحوه وقال فيه فلم يزر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله يعني بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وهكذا روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث يزيد من حديث يزيد ابن كيسان عن أبي حازم الهامش أبو حازم هو سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى الهامش من حديث يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال لما حضرت وفات أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عما قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فقال لما أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا فزع الموت لأقررت بها عينك ولا أقولها إلا لأقر بها عينك فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله فأبى أن يقولها وقال هو على ملة الأشياخ وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ويؤكد هذا كله ما رواه البخاري عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحطك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل ورواه مسلم في صحيحه وأخرجه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عنه فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه هذا لفظ البخاري وفي رواية تغلي منه أم دماغه وروا مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهول أهل النار عذابا أبو طالب منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه الهامش هذا الحديث وأمثاله في عذاب أبي طالب يرد كلما روي في إيمانه من روايات مخالفة إذ هي روايات ضعيفة لا يعتد بها انتهى الهامش وروا أبو داود الطيالسي عن ناجية ابن كعب يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول لما توفي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك قد توفي فقال اذهب فواره فقلت إنه مات مشركا فقال اذهب فواره ولا تحدثني شيئا حتى تأتي ففعلت فأتيته فأمرني أن أغتسل وروه النسائي وروى أبو داود ونسائي عن ناجية عن علي لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يوري قال اذهب فواري أباك ولا تحدثني شيئا حتى تأتيني فأتيته فأمرني فاغتسلت ثم دعني بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من المحامات والمحاجة والممانعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفع عنه وعن أصحابه وما قاله فيه من الممادح والثناء وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق بار راشد ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه وفرق بين علم القلب وتصديقه وشاهد ذلك قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الآية السادسة والأربعون بعد المئة من سورة البقرة وقال تعالى في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم الآية الرابعة عشر من سورة النملة وقال موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا الآية الثانية بعد المئة من سورة الإسراء فكان أبو طالب يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال ولكن مع هذا لم يقدر له الإيمان لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها ولولا ما نهان الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف قال ابن إسحاق فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن نالته منه في حياة عمه أبي طالب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس من ثقيف النسرة والمنعة بهم من قومه ورجى أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعالى فخرج إليهم وحده فحدثني يزيده ابن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي أو القرضي قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة عدوا يا ليل ومسعود وحبيب بن عمر ابن عمير ابن عوف ابن عقدة ابن غيره ابن عوف ابن ثقيف وعند أحدهم امرأة من قريش من بن جمح فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك قوله هو يمرط ثياب الكعبة أي ينتفها وأصل الكلام أنا أمرط يريد هذا القائل بهذا القول أنا يهيجهم ويجرئهم يريد هذا القائل بهذا القول أن يهيجهم ويجرئهم انتهى الهامش فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك وقال الآخر أما وجد الله أحدا أرسله غيرك وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك ما ينبغي لي أن أكلمك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يأس من خير ثقيف وقد قال لهم فيما ذكر لي إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قوله عنه فيذئرهم أن يحردهم علي فلم يفعلوا واغروا به وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة ابن ربيع وشيبة ابن ربيع وهما فيه ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه فعمد إلى ظل حبلة من علب الهامش حبلة قال ابن الأثير في النهاية الحبلة الأصل أو القضيب من شجر الأعناب انتهى الهامش فعمد إلى ظل حبلة من علب فجلس فيه وابن ربيع ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي المرأة التي من بني جنح فقال لها ماذا لقينا من أحمائك فلما اطمأنا قال فيما ذكر اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو تحل علي أو تحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك قال فلما رأه ابن ربيع عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لهم فدعوا غلاما لهما نصرانيا وقالوا له عداس وقال له خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه ففعل عداس ثم ذهب به حتى وضعه بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له كل فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه قال باسم الله ثم أكل ثم نظر عداس في وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل أي بلاد ومن اهل اي بلاد انت يا عداس وما دينك قال نصراني وانا رجل من اهل مينوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى فقال له عداس وما يدريك ما يونس ابن متى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اخي كان نبيا وانا نبي فاكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدمي قال يقول ابن ربيع احدهما لصاحبه اما ظلامك فقد افسده عليك فلما جاء عداس قال له وينك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه قال يا سيدي ما في الارض شيء خير من هذا لقد اخبرني بامر ما يعلمه الا نبي قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فان دينك خير من دينه وقد ذكر نوسى بن عقبة نحوا من هذا السياق الا انه لم يذكر الدعاء وزاد وقعد له اهل الطائف صفين على طريقه فلما مر جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما الا رضخوهما بالحجارة حتى ادموه فخلص منهم وهما يسيلان الدماء فعمد الى ظل نخلة وهو مكروب وفي ذلك الحائط عطبة وشيبة ابن ربيع فكره مكانهما لعدوتهما لله ورسوله ثم ذكر قصة عداس النصراني كنحو ما تقدم انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني الوجه الثاني وقد رأي الامام احمد عن عبد الرحمن بن خالد ابن ابي جبل العدواني عن ابيه انه ابصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس او عصى حين اتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول والسماء والطارق حتى ختمها قال فوعيتها في الجاهلية وانا مشرك ثم قرأتها في الاسلام قال فدعتني ثقيف فقال ماذا سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش نحن اعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا لا اتبعناه وثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها حدثته انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد قال ما لقيت من قومك كان اشد منه يوم العقبة اذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كنان فلم يجبني الى ما عرضت فانطلقت انا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب الهامش قرن الثعالب هو ميقات اهل نجد ويسمى قرن المنازل انتهى الهامش فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فاذا انا بسحابة قد اضلتني فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وما رب عليك وقد بعث اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال قد بعثني ربك اليك لتأمرني بامرك فما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين الهامش الاخشبين هما جبل مكة ابو قبيس والذي يقابله انتهى الهامش ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وقد ذكر محمد بن اسحاق سماع الجن لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مرجعه من الطائف حين بات بنخلة وصل باصحابه الصبح فاستمع الجن الذي صرفوا اليه قراءته هنالك قال ابن اسحاق وكانوا سبعة نفر وانزل الله تعالى فيهم قوله واذ صرفنا اليك نفرا من الجن الاية التاسعة والعشرون من سورة الاحقاف ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مرجعه من الطائف في جوال المطعم بن عدي وازداد قومه عليه حلقا وغيظا وجرأة وتكذيبا وعنابا والله المستعان وعليه التكلان وقد ذكر الاموي في مغازيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اريقت الى الاخنس بن شريق او شريق فطلب منه ان يجيره بمكة فقال ان حليف قريش لا يجير على صميمها ثم بعثه الى سهيل بن عمر ليجيره فقال ان بني عامر ابن لؤي لا تجير على بني كعب ابن لؤي فبعثه الى المطعم بن عدي ليجيره فقال نعم قل له فليأتي فذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة فلما اصبح خرج معه هو وبنوه ستة او سبعة متقلد السيوف جميعا فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طف واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطار فأقبل ابو سفيان الى مطعم فقال ام جير ام تابع قال لا بل مجير قال اذا لا تخفر او لا تخفر فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه فلما انصرفوا معه وذهب ابو سفيان الى مجلسه فقال فمكث اياما ثم اذن له في الهجرة فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة توفي مطعم ابن عدي بعده بيسير الاسراء والمعراج ذكر ابن عساكر احاديث الاسراء في اوائل البعثة واما ابن اسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من عشر سنين وروا البيهقي من طريق موسى بن عقبى عن الزهري انه قال اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه الى المدينة بسنة الهامش قوله قبل خروجه الى المدينة بسنة وهذا هو المشهور وبه جزم ابن حزم وكان الاسراء والمعراج لينة الاثنين السابع والعشرين من شهر رجب بعد خروجه صلى الله عليه وسلم الى الطائف انتهى الهامش قال وكذلك ذكره ابن نهيعة عن ابن الاسود عن عروة وقد ذكرنا الاحاديث الواردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من اياتنا انه هو السميع البصير الاية الاولى من سورة الاسراء فلتكتب من هناك على ما هي عليه من الاسانيد والعزو والكلام عليها ومعها ففيها مقنع وكفاية ولله الحمد والمن قوله ففيها مقنع وكفاية اي فيما ذكره ابن كثير من روايات الاسراء والمعراج في كتابه التفسير وبالفعل فانه ما ترك رواية الا ساقها من صحيح او ضعيف بل وواه ينامس الموضوع وقد هذبناه في كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة الثانية والسبعين بعد الاربعمية من الجزء الثالث فرجى اليه انتهى الهامش والنذكر منخص كلام ابن اسحاق رحمه الله فانه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول ثم اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وهو بيت المقدس من ايليا وقد فشل اسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها قال وكان من الحديث فيما بلغني عن مسراه صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وابي سعيد وعائشة ومعاوية وامها ابنت ابي طالب رضي الله عنهم والحسن ابن ابي الحسن وابن شهاد الزهري وقتاد وغيرهم من اهل العلم ما اجتمع في هذا الحديث كل يحدث عنه بعض ما ذكر لي من امره وكان في مسراه صلى الله عليه وسلم ما ذكر لي منه بلاء وتمحيص وامر من امر الله وقدرته وسلطانه فيه عبرة لأولي الالباب وهدى ورحمة وثبات لمن امن وصدق وثبات لمن امن وصدق وكان من امر الله على يقين فاسري به كيف شاء وكما شاء ليريه من اياته ما اراد حتى عايا ما عايا من امره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد وكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني يقول اتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الانبياء قبله تضع حافرها في موضع منتهى طرفها فحمل عليها ثم خرج به صاحبه يرى الاوات فيما بي السماء والارض حتى انتهى الى البيت المقدس حتى انتهى الى بيت المقدس فوجد فيه ابراهيم وموسى وعيسى في نفر من الانبياء قد جمعوا له فصلى بهم حتى اتي بثلاثة آنية من لبن وخمر وماء فذكر انه شرب الى اللبن فقال لي جبريل هديت وهديت هديت وهديت امتك وذكر ابن اسحاق في سياق الحسن البصري مرسلا ان جبريل ايقظه ثم خرج به الى باب المسجد الحرام فاركبه البرار وهو دابة ابيض بين البغن والحمار وفي فخذيه جناحاني يحفز بهما رجلي يضع حافره في منتهى طرفه ثم حملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا افوته وقال الحسن في حديثه فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معه جبريل حتى انتهى به الى بيت المقدس فوجد فيه ابراهيم وموسى وعيسى في نفر من الانبياء فامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلنا بهم ثم ذكر اختياره اناء اللبن على اناء الخمر وقول جبريل له هديت وهديت امتك وحرمت عليكم الخمر قال ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فاصبح يخبر قريشا بذلك فذكر انه كذبه اكثر الناس وارتبت طائفة بعد اسلامها وبدر صديق الى التصديق وقال اني لا اصدقه في خبر السماء بكرة وعشية افلا اصدقه في بيت المقدس وذكر ان الصديق سأله عن صفة بيت المقدس فذكرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيومئذ قال فيومئذ سمي ابو بكر للصديق قال الحسن وانزل الله في ذلك وما جعلنا الرؤية التي اريناك الا فتنة للناس الاية الستون من سورة الاسراء وذكر ابن اسحاق فيما بلغه عن ام هانئ انها قالت ما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم الا من بيتي نام عندي تلك الليلة بعدما صلم عشاء الاخرة فلما كان قبيل الفجر اهبنا فلما كان قبيل الفجر اهبنا فلما كان الصبح وصلينا معه قال يا ام هانئ لقد صليت معكم العشاء الاخر في هذا الوادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم قد صليت الغدات معكم الان كمترين ثم قام ليخرج فاخذت بطرف ردائه فقلت يا نبي الله لا تحدث بهذا الحديث الناس فيكذبونك ويؤذونك قال والله لا احدثنهم قال والله لا احدثنهم لا احدثنهم فاخبرهم فكذبوه فقال وآية ذلك اني مررت بعيري بني فنان بوادي كذا وكذا فانفرهم حس الدابة فند لهم بعير فدملتهم عليه وانا موجه الى الشام ثم اقبلت حتى اذا كنت ببجنان مررت بعيري بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم اناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان وآية ذلك ان عيرهم تصوب الان من ثمية التنعيم البيضاء يقدمها جمل اورق عليه غرارتان احداهما سوداء والاخرى برقاء قال فاتدر القوم الثمية فلم يلقهم اول من الجمل الذي وصف لهم وسألوهم عن الاناء وعن البعير فاخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه وفي سياق الحديث امهان غرابة فان الثابت في الصحيحين عن انس ان الاسراء كان من المسجد من عند الحجر وفي سياقه غرابة ايضا من وجوه من وجوه اخرى منها قوله وذلك قبل ان يوحى اليه والجواب ان مجيئهم اول مرة كان قبل ان يوحى اليه فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء ثم جاءه الملائكة ليلة اخرى ولم يكن في ذلك وذلك قبل ان يوحى اليه بل جاءه بعد ما اوحي اليه فكان الاسراء قطعا بعد الايحاء اما بقليل كما زعمه طائفة او بكثير نحو نحو من عشر سنين كما زعمه اخرون وهو الاضهر وغسل صدره تلك الليلة قبل الاسراء غصنا ثانيا او ثالثا على قول لانه مطلوب الى الملأ الاعلى والحضرة الالهية ثم ركب البراق رفعة له رفعة له تعظيما وتكريما فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تربط بها التي كانت تربط بها الانبياء ثم دخل بيت المقدس فصلنا في قبلته تحية المسجد وانكر حذيفة رضي الله عنه دخوله الى بيت المقدس وربطه الداب وصلاته فيه وهذا غريب والنص المثبت مقدم على النافي ثم اختلفوا في اجتماعه بالانبياء وصلاته بهم اكان قبل عروجه الى السماء كما دل عليه ما تقدم او بعد نزوله منها كما دل عليه بعض السياقات وهو انسب كما سنذكره على قولين فالله اعلم وقيل ان صلاته بالانبياء كانت في السماء وهكذا تخيره من الانية اللبن والخمر والماء هل كانت ببيت المقدس كما تقدم او في السماء كما ثبت في الصحيح كما ثبت في الحديث الصحيح والمقصود انه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من امر بيت المقدس نصب له المعراج وهو السلم فصعد فيه الى السماء ولم يكن الصعود على البراك كما قد يتوهمه بعض الناس بل كان البراك مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه الى مكة فصعد من سماء الى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة وكلما جاء سماء تلقته منها مقربوها ومن فيها من اكابر الملائكة والانبياء وذكر اعيان من رآه من البرسلين كادم في سماء الدنيا ويحيى وعيسى في الثانية وادريس في الرابعة وموسى في السادسة على الصحيح وابراهيم في السابعة مسندا مسندا ظهره الى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون الفا من الملائكة يتعبدون فيه صلاة وطوافا ثم لا يعودون اليه الى يوم القيامة ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهرا لمستوى يسمع فيه صريف الاقلام ورفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة منتهى واذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها كقلال هجر وغشيها عند ذلك امور عظيمة الوان متعددة باهرة وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجرة كثرة وفراش من ذهب وغشيها من نور الرب جل وجلانه ورأى هناك جبريل عليه السلام له ستمائة جناح ما بين كل جناحين كما ما بين السماء والأرض وهو الذي يقول له تعالى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغع من الآية الثالثة عشر وحتى الآية السابعة عشر من سورة النجم أي ما زاغ يمينا ولا شمالا ولا ارتفع عن المكان الذي حد له النظر إليه وهذا هو الثبات العظيم والأدب الكريم وهذه الرؤية الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها كما نقله ابن مسعود وأبو غريرة وأبو ذر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين والأولى هي قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى من الآية الخامسة وحتى العاشرة من سورة النجم وكان ذلك بالأبطح تدنى جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سادا عظم خلقهما بين السماء والأرض حتى كان بينه وبينه قاب قوسين أو أدنى هذا هو الصحيح في التفسير كما دن عليه كلام أكابر الصحابة المتقدم ذكرهم المتقدم ذكرهم رضي الله عنهم فأما قول شريك عن أنس عن أنس في حديث الإسراء ثم مدن الجبار رب العزة فتدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فقد يكون من فهم الراوي فأقحمه في الحديث والله أعلم وإن كان محفوظا فليس بتفسير للآية الكريمة بل هو شيء آخر غير ما دلت عليه الآية الكريمة والله أعلم وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته الصلوات ليلة 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 خمسين صلاة في كل يوم وليلة ثم لم يزن يختلف بين موسى وبين ربه عز وجل حتى وضعها الله جل جلاله ولله وله الحمد والمنة إلى خمس وقال هي خمس وهي خمسون الحسنة بعشر أنثالها فحصل له التكليم من الله عز وجل ليلة إذ وأئمة السنة كالمطبقين على هذا واختلفوا في الرؤية فقال بعضهم رآه بفؤاده مرتين الهامش قوله رآه بفؤاده مرتين أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه مرتين في تلك الرحلة وهذا هو القول الصحيح أما الرؤية بعيني الرأس فلا تكون إلا في الجنة انتهى الهامش فقال بعضهم رآه بفؤاده مرتين قاله ابن عباس وطائفة وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محمول على التقييد وممن أطلق الرؤية أبو هريرة وأحمد بن حمد رضي الله عنهما وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين واختاره ابن جرير وبالغ فيه وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين وممن نص على الرؤية بعيني رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقاله السهيلي عنه واختاره الشيخ أبو زكري النووي في فتاوي وقال الطائفة لم يقع ذلك لحديث أبي ذر في صحيح مسلم كنت يا رسول الله هل رأيت ربك فقال نور أن أراه وفي رواية رأيت نورا قالوا ولم يكن رؤية باقي بالعين الفانية والخلاف في هذه المسألة مشهور بين السلف والخلف والله أعلم ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيم عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه ولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عندما يتقدم ذاك للسلام عليه هذا فلان فسلم عليه فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لم يحتاج إلى تعرف بهم مرة ثانية ومما يدل على ذلك أنه قال فلما حانت الصلاة أممتهم ولم يحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر فتقدمهم إماما بهم عن أمر جبريل فيما يرويه عن ربه عز وجل فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم في الإمامة على رب المنزل حيث كان بيت المقدس ما حلتهم ودار إقامتهم ثم خرج منه فركب البراق وعاد إلى مكة فأصبح بها وهو في غاية الثبات والسكينة والوقار وقد عاينت في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضها غيره لأصبح مندهشا أو طائش العقل ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح واجما أي ساكنا يخشى أن إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكثيب فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة وذلك أن أبا جهل لعنه الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وهو جالس واجم فقال له هل من خبر فقال نعم فقال وما هو فقال إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس قال إلى بيت المقدس قال نعم قال أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم بما أخبرتم به قال نعم فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلغهم ويبلغهم فقال أبو جهل هيا مع شر قريش وقد اجتمعوا من أنبيتهم فقال أخبر قومك بما أخبرتم به فقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصل فيه فمن بين مصفق وبين مصفر تكذيبا له واستبعادا لخبره وطار الخبر بمكة وجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبروه أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فقال إنكم تكذبون عليه فقالوا والله إنه ليقوله فقالوا والله إنه لا يقوله فقال إن كان قاله فلقد صدق ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله مشرك قريش فسأله عن ذلك فأخبره فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ليسمع المشركون ويعلم صدقه فيما أخبرهم به وفي الصحيح أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال فجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس علي بعض الشيء فجل الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل وأنعته لهم فقال أما الصفة فقد أصاب وذكر ابن إسحاق ما تقدم من إخباره لهم بمرور بعيرهم وما كان من شربه ماءهم فأقام الله عليهم الحجة واستمارت لهم المحجة فآمن من آمن على يقين من ربه وكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه كما قال الله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس الآية 60 من سورة الإسراء أي اختبارا لهم وامتحانا قال ابن عباس هي رؤية عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جمهور السلف والخلف من أن الإسراء كان ببذنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج وغير ذلك ولهذا قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية الأولى من سورة الإسراء والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة فدل على أنه بالروح والجسد والعد عبارة عنهما وأيضا فلو كان مناما لما بابر كفار قريش إلى التكذيب به والاستبعاد له إذ ليس في ذلك كبير أمر فدل على أنه أخبرهم بأنه أسري به يقظة لا مناما وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث شريك عن أنس الهامش قوله في حديث شريك أو شريك أي في رواية خبر الإسراء انتهى الهامش وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث شريك عن أنس ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر معدودة في غلطات شريك أي محمول على أن الانتقال من حال إلى حل يسمى يقظة كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفة فكذبوه قال فرجعت مهموما فلم أستفق إلا بقرن الثعانب وفي حديث أبي أسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمك فوضعه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث مع الناس فرفع أبو أسيد ابنه ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصبي فسأل عنه فقالوا رفع فسمه المنذر وهذا الحمل أحسن من التغليط والله أعلم وقد حكى ابن إسحاق فقال حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تكون ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه قال وحدثني يعقوب بن عتبة أن معاوية كان إذا سئل عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة قال ابن إسحاق فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن إن هذه الآياء نزلت في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الآية ستون من سورة الإسراء وكما قال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك الآية الثانية بعد المئة من سورة الصافات وفي الحديث تنام عيني وقلبي يقضان الحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنفذ كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه وروه أيضا في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنفذ إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي انتهى الهامش قال ابن إسحاق فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه معايا من أمر الله تعالى على أي حالة كان نائما أو يقضانا كل ذلك حق وصدق قلت وقد توقف ابن إسحاق في ذلك وجوز كل من الأمرين من حيث الجنة ولكن النبي لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقضان لا محالة لما تقدم وليس مقتضى كلام عائشة رضي الله عنها أن جسده صلى الله عليه وسلم ما فقد وإنما كان الإسراء بروحه أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق بل قد يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو يقضان لا نائم وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السماوات وعاين معاين حقيقة ويقضة لا مناما لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومراد من تابعها على ذلك لا ما فهمه ابن إسحاق ما أنهم أرادوا بذلك المنام والله أعلم تنبيه ونحن لا ننكر وقوع منام ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت إلا جاءت مثل فنة الصبح وقد تقدم مثل ذلك في حديث بدء الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناما قبله ليكون ذلك من باب الإرخاص والتوطئة والتثبيت والإناس والله أعلم ثم قد اختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كان في ليلة واحدة أو كل في ليلة على حدة فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظة والمعراج في المنام وقد حكى المهلب ابن أبي صفرة في شرحه البخاري عن طائفة أنه الذهب إلى أن الإسراء مرتين مرة بروحه مناما ومرة بببنه وروحه يقظة وقد حكاه الحافظ أبو القاسب السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي الفقيق وقال السهيلي وهذا القول يجمع الأحاديث فإن في حديث شريك عن أنس وذلك فيما يرى قلبه وتنام عينه وتنام عيناه ولا ينام قلبه وقال في آخره ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر وهذا ما نام ودل غيره على اليقظة ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضا حتى قال بعضهم إنها أربع إسراءات وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شام رحمه الله أن يوفق بين اختلاف ما وقع في روايات حديث الإسراء بالجمع المتعدد فجعل ثلاث إسراءات مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق ومرة من مكة إلى السماء على البراق أولا لحديث حذيفة ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات فنقول إن كان إنما حمله على القول بهذه الثلاث اختناف الروايات فقد اختلف نفض الحديث في ذلك على أكثر من هذه الثلاث الصفات ومن أراد الوقوف على ذلك فلنظر فيما جمعناه مستقصيا مستقصيا في كتابنا التفسير عند قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعده ليلا الهامش وقد هذبناه في كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة الثانية والسبعين بعد الأربعمية من الجزء الثالث انتهى الهامش وإن كان إنما حمله أن التقسيم انحصل في ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى السماوات فلا يلزم من الحصر العقلي الوقوع كذلك في الخارج إلا ببليل والله أعلم والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله ذكر الإسراء بعد ذكره موت أبي طالب فوافق فوافق ابن إسحاق في ذكره المعراج في أواخر الأمر وخانفه في ذكره بعد موت أبي طالب وابن إسحاق أخر ذكر نوت أبي طالب على الإسراء فالله أعلم أي ذلك كان والمقصود أن البخاري يفرق بين الإسراء وبين المعراج فبوب لكل واحد منهما بابا على حدى فقال باب حديث الإسراء وقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا حدثنا يحيى بن بكير حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبده عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش كنت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أحدثهم عن آياته وأنا أنظر إلي وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر به ورواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ثم قال البخاري باب المعراج الهامش يوجد في المطبوعة تحريفات كثيرة في هذا الحديث فصححناه من صحيح البخاري انتهى الهامش ثم قال البخاري باب المعراج حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيا حدثنا قتاب عن أنس بن مالك عن مالك ابن صعصع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحديم وربما قال في الحجر متجعا إذ أتاني آت قال وسمعته يقول فشقنا بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به الهامش فقلت للجارود القائل السائل هو قتاب ابن دعامة راوي الحديث عن أنس عن أنس وجارود هو ابن أبي سبرة البصرية التابعي صاحب أنس بن مالك انتهى الهامش فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصته إلى شعرته الهامش فقوله ثغرة نحره بظل الثاء المثلثة وسكون الغين المعجمة هي الموضع المنخفض بين الترقواتين أعلى الصدر تحت الحنجرة وقوله من قصته من قصته إلى شعرته بفتح القاف بفتح القاف والصاد مشددا وبكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة أي من رأس صدره إلى عانته والعامة تبن الشين انتهى الهامش فاستخرج فاستخرج قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت وقال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فلما خلصت فإذا فيها آدم قوله ففتح بثلاث فتحات أي فتح الخازن الباب وقوله خلصت بفتح الخاء المعجم والنام أي وصلت انتهى الهامش فلما خلصت فلما خلصت فإذا فيها آدم قوله خلصت بفتح الخاء المعجم والنام أي وصلت فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد به إلى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهو ابن خاله وهما ابن خاله قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت عليهما فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به إلى السماء الثالثة الرغم فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إلى يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت إذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح النبي الصالح ثم صعد به حتى أتى السماء الخامس فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت إذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت إذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجوزت بكى الهامش لم يكن بكاء موسى عليه السلام حسدا بل كان أسفا على الكثيرين من قومه قيل له وما يبكي قال أبكي لأن غلاما بعث بعد يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل وقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت إذا إبراهيم الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفراد ثم رفع إلى البيت المعمور ثم رفع لي البيت المعمور ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن قال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم فردت علي الصلوات خمسون صلاة كل يوم فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت الى موسى فقال بما امرت فقلت بخمس صلوات كل يوم قال ان امتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم واني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لامتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكني ارضى واسلم ولكن ارضى واسلم قال فلما جوزت نادان مناد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي انتهى الشريط السادس وننتقل الى الشريط السابع الشريط السابع الوجه الاول هكذا روى البخاري هذا الحديث ها هنا وقد رواه في مواضع اخر من صحيحه ومسلم والترمذي والنساء من طرق عن قتاد عن انس ابن مالك ابن صعصع ورويناه من حديث انس ابن مالك عن ابي ابن كعب ومن حديث انس عن ابي ذر ومن طرق كثيرة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ذلك مستقصا بطرقه والفاظه في التفسير الهامش وقد هذبناه بما يكفي ويغني في كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة الثانية والسبعين بعد الاربعمية من الجزء الثالث فرجع اليه انتهى الهامش ولم يقع في هذا السياق ذكر بيت المقدس وكأن بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به او ينساه او يذكر ما هو الاهم منه او يذكر ما هو الاهم عنده او يبسط تارة فيسوقه كله وتارة يحذف من مخاطبه بما هو الانفع عنده ومن جعل كل رواية اسرادا على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد ابعد جدا وذلك ان كل السياقات فيها السلام على الانبياء وفي كل منها يعرفه بهم وفي كل منها يعرفه بهم وفي كلها يفرض عليه الصلوات فكيف يمكن ان يدعى تعدد ذلك هذا في غاية البعد والله اعلم ثم قال البخاري حدثنا الحميد حدثنا سفيان عن عمر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤية التي اريناك الا فتنة للناس الاية ستون من سورة الاسراء قال هي رؤية عين اريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به الى بيت المقدس والشجرة الملعونة في القرآن الاية الستون من سورة الاسراء قال هي شجرة الزقوم قال هي شجرة الزقوم ولما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الاسراء جاءه جبرائيل عند الزوال فبين له كيفية الصلاة واوقاتها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه فاجتمع وصلى بها جبريل وصلى به جبرائيل في ذلك اليوم الى الغد والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بجبرائيل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر امن جبرائيل عند البيت مرتين فبين له الوقتين الاول والاخر فهما وما بينهما الوقت الموسع ولم يذكر توسعة في وقت المغرب وقد ثبت ذلك من حديث ابي موسى وبريدة وعبد الله ابن عمر وكلها في صحيح مسلم فاما ما ثبت في صحيح البخاري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة اول ما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وكذا رواه الاوزاعي عن الزهري ورواه الشعبي عن مسروق عنها فهذا مشكل من جهة ان عائشة كانت تتم الصلاة في السفر وكذا عثمان بن عفان وقد وقد تكلم وقد على ذلك عند قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الاية الواحدة او الاولى بعد المئة من سورة النساء قال البيهقي وقد ذهب الحسن البصري الى ان صلاة الحضر اول ما فرضت اربعا كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الاسرائي الظهر اربعا والعصر اربعا والمغرب ثلاثا يجهر في الاوليين والعشاء اربعا يجهر في الاوليين والصبح ركعتين يجهر فيهما قلت فلعل عائشة ارادت ان الصلاة كانت قبل الاسراء تكون ركعتين ركعتين ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا على ما هي عليه ورخص في السفر ان يصلي ركعتين ان يصلي ركعتين كما كان الامر عليه قديما وعلى هذا لا يبقى اشكال بالكلية والله اعلم الهامش بعد ذكر خبر الاسراء والمعراج ذكر ابن كثير هنا معجزة شق القمر في مكة فوضعناها مع المعجزات المبوية في القسم الثالث من هذا الجزء كما سيأتي ان شاء الله الهامش تعالى الحامش القوله ثم قدم رسول الله صلى الله من الطائف انته الهامش قال أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به قال ابن إسحاق فحدثني من أصحابنا من لا أتهم عن زيد بن أسلم عن ربيعة ابن عباد الديلي أو من حدثه أبو زناد عنه الهامش قوله أو من حدثه أبو زناد عنه أي عن ربيعة ابن عباد الديلي وأبو زناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن توفي عام واحد وثلاثين ومئة للهجرة انتهى الهامش وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال سمعت ربيعة ابن عباد يحدث أبي الهامش قوله يحدث أبي أي والد حسين حدثه ربيعة ابن عباد رضي الله عنه انتهى الهامش قال إني لغلام شاب مع أبي بمنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به قال وخلفه رجل أحول وضيء عليه له غديرتان عليه حلة عدنية الهامش غديرتان بفتح الغين البعجمة مثنى غديرا وهي ضفيرة الشعر انتهى الهامش فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلقوا اللات والعزة من أعناقكم وحلفائكم من الجن من بني مالك ابن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه قال فقلت لأبي يا أبتي من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول قال هذا عمه عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني رجل يقال له ربيعة ابن عبد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمر عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الديلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله ووراءه رجل أحول تتقد وجنداه تتقد وجنتاه وهو يقول أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم قلت من هذا قالوا هذا أبو لهب وكذا رواه أبو نعين في الدلائل ثم رواه البيهقي من طريق شعب عن الأشعة بن سليم عن رجل من كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحه وإذا رجل خلفه يسفي عليه التراب فإذا هو أبو جهل وهو يقول يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد أن تترك عبادة اللات والعزة كذا قال في هذا السياق أبو جهل وقد يكون وهما ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا وأنهما كان يتناوبان على إذائه صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق وحدثني ابن شهاب الزهري أنه عليه السلام أتى كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه وقال ابن إسحاق وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن حسين أنه أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بني عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول يا بني عبد الله إن الله أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يك أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر ابن صعصع فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فقال له رجل منهم يقال له بحيرة ابن فراس والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لا أكلت به العرب ثم قال له أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك أَيَكُونُ لَنَا الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِكِ قال الأمر لله يضعه حيث يشاء قال فقال له أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه فلما صدر الناس رجعت بن عامر إلى شيخ لهم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم فكانوا إذا رجعوا إليه يحدثوه بما يكون في ذلك الموسم فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم فقالوا جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا قال فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف هل لزبيانها من مطلب هل لزبانياها من مطلب قوله هل لزبانياها من مطلب هو هكذا بالزاي ثم الباء الموحدة ثم النون والزبانيان هما كوكبان نيران في قرني العقرب ينزلهما القمر وهذا مثل من أمثال العرب وكان في المطبوعة محرفا فصححناه من معاجم اللغة انتهى الهامش والذي نفس فلان بيده ما تقولها اسماعيلي القط وانها لحق فأين رأيكم كان عنكم وقال موسى بن عقب عن الزهري فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك الا ان يؤوه ويمنعوه ويقول لا اكره احدا منكم لا اكره احدا منكم على شيء من رضي منكم بالذي ادعوه اليه فذلك ومن كره لم اكره انما اريد ان تحرزوني فيما يراد لي من القتل حتى ابلغ رسالة ربي وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء فلم يقبله احد منهم وما يأتي احدا من تلك القبائل الا قال قوم الرجل اعلم به اترون ان رجلا يصلحنا وقد افسد قومه ولفضوه وكان ذلك مما ذخره الله للانصار واكرمهم به وقد استقصى الامام محمد ابن عمر الواقدي فقصى خبر القبائل واحدة واحدة فذكر عرضه عليه السلام نفسه على بني عامر وغسان وبني فيزار وبني مرى وبني حنيف وبني سلين وبني عبس وبني نظر ابن هوازم ابن هوازم وبني ثعلمة او بني ثعلبة ابن عكابة وكند وكلب وبني الحارث ابن كعب وبني عذرة وقيس ابن الحطيم وغيرهم واسياق اخبارها مطولة وقد ذكرنا من ذلك طرفا صالحا ولله الحمد والمنة وروا الامام احمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي عز وجل فاتاه رجل منها مدان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممن اند قال الرجل منها مدان قال فهل عند قومك من منعه قال نعم ثم ان الرجل خشي ان يخفره قومه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتيهم فاخبرهم ثم اتيك من عام قابل قال نعم فانطلق وجاء وفد الانصار في رجب وقد رواه اهل السنن الاربعة وقال الترمذي حسن صحيح بدء اسلام الانصار قال محمد بن اسحاق بن يسار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من امره كلما اجتمع الناس بالموسم اتاهم يدعو القبائل الى الله و الى الاسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدي والرحمة وليسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف الا تصدى له ودعاه الى الله تعالى وعرض عليه ما عنده قال ابن اسحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن اشياخ من قومه قالوا قدم سويد بن الصامت الهامش وفي الروض الانف السهيلي سويد بن الصلت ابن حوط انتهى الهامش قال ابن اسحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن اشياخ من قومه قالوا قدم سويد بن الصامت اخو بني عمر بن عوف مكة حاجا او معتمرا وكان سويد انما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده او لجلده وشعره وشرفه ونسبه وهو الذي يقول الا رب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساءكما يفري مقالته كالشهد ما كان شاهدا وبالغيب مأثور على ثغرة النحر يسرك باديه وتحت اديمه تميمة غش تبتري عقب الظهر تبين لك العينان ما هو كاتب من الغل والبغضاء بالنظر الشزري فرشني بخير طالما قد بريتني وخير الموالي من يريش ولا يبري قال فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فدعاه الى الله والاسلام فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي معك؟ قال مجلة لقمان يعني حكمة لقمان يعني حكمة لقمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضها عليه فقال ان هذا الكلام حسن والذي معي افضل من هذا قرآن انزله الله عليه هو هدى ونور فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه الى الاسلام فلم يبعد منه وقال ان هذا القول حسن ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث ان قتله الخزرج فان كان رجال من قومه ليقولون ان لنراه قتل وهو مسلم وكان قتله قبل بعاث وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسنده عن ابن اسحاق باخصر من هذا قال ابن اسحاق وحدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد قال لما قدم ابو الحيسر انس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الاشهل فيهم اياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاهم فجلس اليهم فقال هل لكم في خير مما جئتم له قالوا قالوا وماذاك قال انا رسول الله الى العباد ادعوهم الى ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وانزل علي الكتاب ثم ذكر لهم الاسلام وتلى عليهم القرآن قال فقال اياس بن معاذ وكان غلاما حدثا يا قوم هذا والله خير مما جئتم له فاخذ ابو الحيسر انس بن رافع حفنة من تراب البطحا فضرب بها وجه اياس بن معاذ وقال دعنا منك فلعمري لقد جئنا لغير هذا قال فصمت اياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا الى المدينة وكانت وقعة بعاذ بين الاوس والخزرج قال ثم لم يلبث اياس بن معاذ انهلك قال محمد بن لبيد فاخبرني من حضرني من قومه انهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات فما كانوا يشكون انه قد مات مسلما لقد كان استشعر الاسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع قلت وبعاث موضع بالمدينة كانت فيه وقعة عظيمة قتل فيها خلق من اشراف الاوس والخزرج وكبرائهم ولم يبق من شيوخهم الا القليل وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقد افترق ملأهم وقتل سراتهم قال ابن اسحاق فلما اراد الله اظهار دينه واعزاز نبيه وانجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الانصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينه وعند العقبة لقي رهطا من الخزرج اراد الله بهم خيرا فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن اشياخ من قومه قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من انتم قالوا نفر من الخزرج قال امن موالي يهود قالوا نعم قال افلا تجلسون اكلمكم قالوا بلى فجلسوا معه فدعهم الى الله وعرض عليهم الاسلام وتلع عليهم القرآن قال وكان مما صنع الله بهم في الاسلام ان يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا اهل كتاب وعلم وكانهم اهل شرك اصحاب اوثان وكانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا اذا كان بينهم شيء قالوا ان نبيا مبعوث الان قد اظل زمانه نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وارم فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك النفر ودعاهم الى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله انه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم اليه فاجابوه فيما دعاهم اليه بان صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام وقالوا له ان قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسى ان يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم الى امرك ونعرض عليهم الذي اجبناك اليه من هذا الدين فان يجمعهم الله عليك فلا رجل اعز منك ثم انصرفوا راجعين الى بلادهم قد امنوا وصدقوا قال ابن اسحاق وهم فيما ذكر لي ستة نفر كلهم من الخزرج وهم ابو امامة اسعد ابن زرارة ابن عدس ابن عبيد ابن ثعلبة ابن غن ابن مالك ابن النجار قال ابو نعيم وقد قيل انه اول من اسلم من الانصار من الخزرج ومن الاوس ابو الهيثم ابن التيهان وقيل ان اول من اسلم رافع ابن مالك ومعاذ ابن عفراء والله اعلم وعوف ابن الحارث ابن رفاعة ابن سواد ابن مالك ابن غن ابن مالك ابن النجار وهو ابن عفراء الهامش عفراء بالفاء هي بنت عبيد ابن ثعلبة النجارية وآل النجار هم اخوال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش ورافع ابن مالك ابن عجلان ابن عمر ابن زريق الزرقي او الزرقي وقطبة ابن عامر ابن حديدة او حديدة ابن عمر الخزرجي السلمي ثم من بني سواد وعقبة ابن عامر ابن نابي ابن زيد ابن حرام ابن كعب ابن سلمة السلمي ايضا ثم من بني حرام وجابر ابن عبد الله ابن رئاب ابن النعمان ابن سنان ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة السلمي ايضا ثم من بني عبيد رضي الله عنهم وهكذا روي عن الشعبي والزهري وغيرهما انهم كانوا ليلة اذن ستة نفر من الخزرج وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهري وعروة بن الزبير ان اول اجتماعه عليه السلام بهم كانوا ثمانية وهم معاذ بن عفراء واسعد بن زرارة ورافع بن مالك وذكوان بن عبد قيس وعبادة بن الصامت وابو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة وابو الهيثم ابن التيهان وعويم بن ساعدة فاسلموا ووعدوه الى قابل فرجعوا الى قومهم فدعوهم الى الاسلام الى الاسلام وارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراء ورافع بن مالك ان ابعث الينا رجلا يفقهنا فبعث اليه مصعب بن عمير فنزل على اسعد بن زرارة وذكر تمام القصة كما سيردها ابن اسحاق تمى من سياق موسى بن عقبة والله اعلم قال ابو اسحاق فلما قدموا المدينة الى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوهم الى الاسلام حتى فشى فيهم فلم يبقى دار من دور الانصار الا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهامش كان في المدينة دور كثيرة تبلغ تسعا كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها واهلها وهي كالقرى المتلاصقة كل قبيلة اجتمعوا في محلتهم كما سيأتي في دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة في الفصل الثالث التالي انتهى الهامش فلم يبقى دار من دور الانصار الا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان العام المقبل وفالموسم من الانصار اثنى عشر رجلا وهم ابو امامة اسعد بن زرارة المتقدم ذكره وعوف بن الحارثة المتقدم واخوه معاذ وهما ابن عفرا ورافع ابن مالك المتقدم ايضا وذكوان ابن عدي قيس ابن خلدة ابن مخلد ابن عامر ابن زريق الزرقي قال ابن هشام وهو انصاري المهاجري وعبادة ابن الصامت ابن قيس ابن اسرم ابن فهر ابن ثعلبة ابن غن ابن غن ابن عوف ابن عمر ابن عوف ابن الخزرج وحليفهم ابو عبد الرحمن يزيد ابن ثعلبة ابن خزمة ابن اسرم البلوي والعباس ابن عبادة ابن نظلتة ابن مالك ابن العجلان ابن يزيد ابن غن ابن سالم ابن عوف ابن عمر ابن عوف ابن الخزرج العجلاني وعقبة بن عامر بن نابي المتقدم وقطبة بن عامر بن حديدة المتقدم فهؤلاء عشرة من الخزرج ومن الأوسي إثنان وهما عويم بن ساعدة وأبو الهيثم مالك بن التيهان قال ابن هشام التيهان يخفف ويثقل كميت وميت والمقصود أن هؤلاء الاثنى عشر رجلا شهدوا الموسم عامئذ وعزموا على الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء وهي العقبة الأولى وروا أبو نعيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم من قوله في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا إلى آخرها الآية الخامسة والثلاثون من سورة إبراهيم وروا ابن اسحاق عن عبادة بن الصامد قال كنت ممن حضر العقبة الأولى وكن اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث برحوه قال ابن اسحاق وذكر ابن شهاب الزهري عن عائد وذكر ابن شهاب الزهري عن عائد الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني الهامش قوله عائد الله هو من كبار التابعين ولد عام حنين وتوفي عام ثمانين للهجرة انتهى الهامش قال ابن اسحاق وذكر ابن شهاب الزهري عن عائد الله ابن عبد الله أبي إدريس الخولاني أن عبادة ابن الصامت حدثه قال با يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليّا تلعقب الأولى ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق عن الزهري نحوه وقوله على بيعة النساء يعني وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك الهامش بيعة نساه التي في قوله تعالى في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور الرحيم الآية الثانية عشر من سورة الممتحنة انتهى الهامش وقوله على بيعة النساء يعني وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه على وفق ما بايع عليه أصحابه أو أصحابه ليلة العقبة وليس هذا عجبا فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في غير ما موطن كما بيناه في سيرته وفي التفسير وإن كان هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر والله أعلم قال ابن إسحاق فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير بن هاجم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين وقد روى البي هقي عن ابن إسحاق قال فحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث مصعبا حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم وهو الذي ذكره موسى بن عقبة كما تقدم إلا أنه جعل المرة الثانية هي الأولى قال البي هقي وسياق بن إسحاق أتم وقال ابن إسحاق فكان عبد الله بن أبي بكر يقول لا أدري ما العقبة الأولى ثم يقول ابن إسحاق بلى لعمري قد كانت عقبة وعقبة قالوا كلهم فنزل مصعب على أسعد ابن زرارة فكان يسمى بالمدينة المقرئ قال ابن إسحاق فحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة أنه كان يصل بهم وذلك أن الأوسى والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعض رضي الله عنهم أجمعين قال ابن إسحاق وحدثني محمد ابن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد ابن زرارة قال فمكث حينا على ذلك لا يسمع لأذان الجمعة إلا صلى عليه واستغفر له قال فقلته في نفسي والله إن هذا بيل عجز ألا أسأله يا أبتي ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة فقال أي بني كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخضمات الهامش في قوله بقيع اختلاف النسخ والأقوال وقد لخصها السهيلي في الروض الأنف أو الأنف بما يلي ذكره ابن أسحاق بقيع الخضمات بالباء وذكره البكري في كتابه معجم مستعجم من أسماء البقع أنه نقيع بالنون والقاف وهزم النبيت أو هزم النبيت جبل على بريد من المدينة والنقيع القاع أما البقيع بالباء فموضع أقرب إلى المدينة منه بكثير والخضمات من الخضم وهو الأكل بالفم كله فكأنه سمي بذلك لكثرة عشابه فتأكل فيه الماشية ملأ أفواهها انتهى الهامش قال قلت وكم أنتم يومئذ قال أربعون رجلا وقد روى هذا الحديث أو وقد روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله وقد روى الدار قطني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة وفي إسناده غرابة والله أعلم قال ابن أسحاق وحدثني عبد الله بن المغيرة ابن معيقب أو معيقيب وعبد الله ابن وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم أن أسعد ابن زرارة خرج بمصعب ابن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر أو ظفر وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد ابن زرارة فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مرق أو مرق فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيد قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه فلما سمع به قال سعد لأسيد لا أبالك انطلق إلى هذين الرجلين الذين قد أتا يا دارين ليسفها ضعفا أنا وفزجرهما وانههما أن يأتي يا دارين فإنه لولا أسعد بن زرار منا حيث قد علم كفيت كذلك وابن خالتي ولا أجد عليه مقدما قال فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما فلما رأه أسعد بن زرار قال لمصعب هذا سيد قومه وقد جاء فاصدق الله فيه قال مصعب إن يجلس أكلمه قال فوقف عليهما متشتما فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفانا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فقال له مصعب أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره قال أنصفت ثم قال أنصفت قال ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن فقال فيما يذكر عنهما والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني وتكملة للقصة ثم قال ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين قال له تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك قال له تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي فقام فاغتسل وطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما إن وراء رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن سعد ابن معاذ ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما نظر إليه مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما فقال نفعل ما أحببت وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد ابن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك قال فقام سعد ابن معاذ مغضبا مبادرا مخوفا للذي ذكر له من بني حارثة وأخذ الحربة في يده ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا ثم خرج إليهما سعد فلما رأاهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما فوقف متشتما ثم قال لأسعد ابن زرارة والله يا أبا أمامة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني أتغشانا في دارنا بما نكره قال وقد قال أسعد لمصعب جاءك والله سيد من ورائه من ورائه قومه إن يتبعك إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان قال فقال له مصعب أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا رغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره قال سعد أنصفت ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن وذكر موسى ابن عقبة أنه قرأ عليه أول الزخرف قال فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين قال تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيك وشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قومه ومعه سيد بن الحضير فلما رأه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم قال سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولم رأة إلا مسلما أو مسلمة ورجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعوان الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس بن الأسلة واسمه صيفي وقال زبير بن بكار اسمه الحارث وقيل عبيد الله وكان شاعرا ولهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق قلت وأبو قيس ابن الأسلة هذا ذكر له ابن إسحاق أشعار بائية حسن حسن تقرب من أشعار أمية ابن الصلت الثقافي قال ابن إسحاق وكان أبو قيس يحب قريش وكان لهم صهرا كانت تحته أرنب بنت أسد ابن عبد العز ابن قصي وكان يقيم عندهم السنين بامرأته قال قصيدة يعظم فيه الحرمة يعظم فيها وينهى قريش فيها عن الحرب ويذكر فضلهم وأحلامهم ويذكرهم بلاء الله عندهم ودفعه عنهم الفيل وكيده ويأمرهم بالكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهامش ثم ذكر ابن كثير ها هنا قصيدة تنبائية طويلة منسوبة إلى أبي قيس بن الأسلت انتهى الهامش والمقصود أن أبا قيس ابن الأسلت مع علمه وفهمه لم ينتفع بذلك حين قدم مصعب بن عمير المدينة ودعا أهلها إلى الإسلام فأسلم من أهله بشر كثير ولم يبقى دار أي محلة من دور المدينة إلا وفيها مسلم ومسلمات غير دار بني واقف قبيلة أبي قيس ثبتهم عن الإسلام وهو القائل أيضا أرب الناس أشياء ألمت يلف الصعب منها بالذلول أرب الناس أما إذا ضللنا أرب الناس أما إذ ضللنا فيسرنا لمعروف السبيل فلولا ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بذي شكول ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل ولكن خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل جيل نسوق الهدي ترسف مذعنات مكشفة المناكب في الجلول وحاصل ما يقول أنه حائر فيما وقع من الأمر الذي قد سمع من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقف الواقفي في ذلك مع علمه ومعرفته وكان الذي ثبطه عن الإسلام أولا عبد الله ابن أبي عبد الله ابن أبي ابن سلول بعدما أخبره أبو قيس أنه الذي بشر به يهود فمنعه عن الإسلام قال ابن أسحاق ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وخرج وأنكر الزبير ابن بكار أن يكون أبو قيس أسلم وكذا الواقدي قال كان عزم على الإسلام أول ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلامه عبد الله ابن أبي فحلف لا يسلم إلى حول فمات في ذي القعدة وقد ذكر غيره فيما حكاه ابن الأثير في كتابه أسد الغابة أنه لما حضره الموت دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فسمع يقول لا إله إلا الله وروي وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم قال بل خال قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تفرد به أحمد رحمه الله وقال ابن أسحاق وسعيد ابن يحيى الأموي في مغازيه كان أبو قيس هذا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح أو ولبس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة وتطهر من الحائض من النساء وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا يدخل عليه فيه حائض ولا جنب وقال أعبد إله إبراهيم حين فارق الأوثان وكرهها حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحسن إسلامه وكان شيخا كبيرا وكان قوالا بالحق معظم لله في جهليته يقول في ذلك أشعارا حسانا وهو الذي يقول يقول أبو قيس وأصبح عاديا ألا ما استطعتم من وساتي فافعلوا فأوصيكم بالله والبر والتقى وأعراضكم والبر بالله أول وإن قومكم سادوا فلا تحسدنهم وإن قومكم سادوا فلا تحسدونهم فلا تحسدونهم وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا وإن ناب غرم فادح فارفقوهم وإن ناب غرم فادح فارفقوهم وما حملوكم في الملمات فحملوا وإن أنتم أمعزتم فتعففوا وإن كان فضل الخير فيكم فافضلوا وقال أبو قيس أيضا سبحوا الله شرق كل صباح طلعت شمسه وكل هلال عالم السر والبيان جميعا ليس ما قال ربنا بضلال وله الطير تستزيد وتأوي في وكور من آمنات الجبال وله الوحش بالفلاة تراها في حقاف وفي ضلال الرمال قال ابن إسحاق وقال أبو قيس صرمة أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا وسيأتي ذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله وبه الثقة الهامش سنذكرها في دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة في الفصل الثالث التالي بعونه تعالى بيعة العقبة الثانية قال ابن إسحاق ثم إن مصعب ابن عمير رجع إلى مكة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أواصط أيام التشريق حين أراد الله بهم من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله فحدثني معبد ابن كعب ابن مالك أن أخاه عبد الله ابن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعبا حدث وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها قال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء ابن معرور سيدنا وكبيرنا فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء قال البراء يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا والله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا قلنا قال قد رأيت أن لا أدع هذه البينة قال قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة في الهامش قوله هذه البنية بفتح الباء الموحدة وكسر النون بعدها أياء المثنى تحتية مشددة أي الكعبة سميت بذلك لشرفها لأن العربة تطلق البناية في الشرف ومراده أنه لن يصلي إلى المسجد الأقصى ويستدر الكعبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تحويل القبلة إلى المسجد الحرام انتهى الهامش قال قد رأيت أن لا أدعى هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة وأن أصلي إليها قال فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا يصلي أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه فقال إني لم أصل إليها قال فقلنا لكن لا نفعل قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصل هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة قال لي يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا فإنه قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم لما رأيت من خلافكم إيايا فيه قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك فلقينا رجلا من أهل مكة فسألنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال هل تعرفانه قال هل تعرفانه فقلنا لا فقال هل تعرفان العباس ابن عبد المطلب عمه قال قلنا نعم وقد كنا نعرف العباس كان ليزال يقدم علينا تاجرا قال فإذا دخلتم فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس قال فدخلنا المسجد وإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه فسلمنا ثم جلسنا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل قال نعم هذا البراء ابن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر قال نعم فقال له البراء ابن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا قد هداني له تعالى للإسلام فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى قال قد كنت على قبلة لو صبرت عليها قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معنا إلى الشام قال وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعب حتى مات وليس ذلك كما قالوا نحن أعلم بهم نحن أعلم به منهم قال كعب بن مالك ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ومعنا عبد الله ابن عمر ابن حرام أبو جابر سيد من سادتنا أخذناه وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإن نرغب بك عما أنت في أن تكون حطبا للنار غدا ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة قال فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا وقال البخاري حدثني إبراهيم ابن موسى أخبرنا هشام أن 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 ابن جريج أخبرهم قال عطا قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة قال عبد الله بن محمد قال ابن عيين أحدهم البراء ابن معرور وروا الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم عكاظ ومجنة وفي المواسم يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال فيه فيأتيه قومه وذو رحمه فيأتيه قومه وذو رحمه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم اتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فوعدنه شعب العقبة فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر والوسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقول في الله لا تخافوا في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم وفي رواية البيهقي وهو أصغر السبعين إلا أنا فقال رويدا يا أهل يثرب فإن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتلوا خياركم وتعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه أجركم على الله وأما أنتم قوم تخافون تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك فهو أعذر فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله قالوا أبطي عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا قال فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرب ويعطينا على ذلك الجنة وقد رواه أيضا البيهقي الهامش قوله أبطي عنا أي كفة عما تقول ودعنا انتهى الهامش ثم روا ابن واسحاق عن كعب ابن مالك قال فنمنا أو فنمنا تلك الليل مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقب ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعبي أم عمارة إحدى نساء بن ماز بن نجار وأسماء ابنة عمر بن عدي بن ناب إحدى نساء بن سلم وهي أم منيع وقد صرح ابن إسحاق في رواية يونس ابن بكير عنه بأسمائهم وأنسابهم وما ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا سبعين والعرب كثيرا ما تحذف الكسر وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقب كانوا سبعين رجلا وامرأة واحدة قال منهم أربعون من ذوي أسنانهم وثلاثون من شبابهم قال وأصارهم أبو مسعود وجابر بن عبد الله قال كعب بن مالك فلما اجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أولا متكلم العباس فلما جلس كان أولا متكلم العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج قال وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها إن محمدا منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عزة من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وفون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده قال فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودع إلى الله ورغب في الإسلام قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم قال فأخذ البراء ابن معرور بيده وقال نعم فوالذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر قال فاعترض القول والبراء يكلم فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها يعني اليهود فهل عسيث إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم قال كعب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس قال ابن أسحاق وهم أبو أمامة أسعد ابن زرار المتقدم وسعد بن ربيع ابن عمر ابن أبي زهير ابن مالك وعبد الله بن رواحة ابن امر القيس ورافع ابن مالك ابن عجلان المتقدم والبراء ابن معرور ابن صخر وعبد الله ابن عمر ابن حرام وعبادة ابن الصامت المتقدم وسعد ابن عبادة والمنذر ابن عمر ابن خنيس فهؤلاء تسعة من الخزرج ومن الأوس ثلاثة وهم أسيد بن حضير الهامش أسيد بن حضير بضم الهمزة مصغرة كزبير وقيل بفتحها انتهى الهامش ومن الأوس ثلاثة وهم أسيد بن حضير وسعيد بن خيثمة ابن الحارث ورفاعة ابن عبد المنذر الهامش لقد اختصرنا في أنساب هؤلاء الصحابة على ما ذكرنا لوجود اختلاف في سلاسل أنسابهم لأن المرادة تعريف بالشخص وهذا يكفي في مثل كتابنا هذا انتهى الهامش قال ابن هشام وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم ابن التيهان بدل رفاع هذا وهو كذلك في رواية يونس عن ابن إسحاق واختاره السهيلي وابن الأثير في أسل الغابة قال ابن إسحاق فبن النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد ابن زرارة كان أول من ضرب على يده صلى الله عليه وسلم وبن عبد الأشهل يقولون بل أبو الهيثم ابن التيهان ابن التيهان قال ابن إسحاق وحدثني معبد ابن كعب عن أخيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال فكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور ثم بايع القوم وقال ابن الأثير في أسل الغابة وبن سلم يزعمون أن أول من بايعه ليلة إذن كعب بن مالك وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن كعب بن مالك في حديثه حين تخلف عن غزوة تابوك قال ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في المقاسي وإن كانت بدر أذكر في الناس منها الهامش وإن كانت بدر أذكر أي أشهر وهو في المطبوعة محرف انتهى الهامش قال ابن إسحاق فلما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم عمرو ابن الجموح ابن زيد ابن حرام وكان ابنه معاذ ابن عمر ممن شهد العقبة وكان عمرو ابن الجموح من سادات ابن سلمة وأشرافهم وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره قالوا له منات كما كانت الأشراف يصنعون يتخذه إلها يعظمه ويظهره فلما أسلم فتيان بني سلمة ابنه معاذ ومعاذ ابن جبل كانوا يدلجون بالليل على صنم عمر ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه فإذا أصبح عمر قال ويلكم من عدا على الهنا هذه الليلة ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره ثم قال أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخسينه فإذا أمس ونام عمر عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطيبه ويطهره ثم يعدون عليه إذا أمس فيفعلون به مثل ذلك فلما أكثر عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال ثم قال له إني والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى فإن كان فيك خير فامتنع هذا السيف معك فلما أمس ونام عمر عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فقرانوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلم فيها عذر من عذر الناس وغد عمر بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت فلما رأاه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم برحمة الله وحسن إسلام أما أسماء الذين شهدوا بيعة العقب الثانية وهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان فمن الأوس أحد عشر رجلا وسيد بن حضير أحد النقباء وأب الهيثم ابن التيهان بدري أيضا وسلامة ابن سلامة ابن وقش بدري وظهير ابن رافع وأبو بردة ابن دينار بدري ونهير ابن الهيثم ابن نابي ابن مجدع ابن حارثة وسعد ابن خيثمة أحد النقباء بدري وقتل بها شهيدا ورفاعة ابن عبد المنذر ابن زنير أو زنير نقيب بدري وعبد الله ابن جبير ابن النعمان ابن أمية ابن البرك بدري وقتل يوم أحد شهيدا أميرا على الرمات ومعنو ابن عدي ابن الجد ابن عجلان البلوي حليف للأوس شهد بدرا وما بعدها وقتل باليمام شهيدا وعويم ابن ساعد شهد بدرا وما بعدها ومن الخزرج اثنان وستون رجلا أبو ويوب خالد بن زيد وشهد بدرا وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيدا ومعاذ ومعاذ بن الحارث واخوا عوف ومعوذ وهم بن عفراء بدريون وعمارة بن حزم شهد بدرا وما بعدها وقتل باليمام وأسعد بن زرار أبو أمام أحد النقباء مات قبل بدر وسهل بن عتيك بدري وأوس بن ثابت بن المنذر بدري وأبو طلحة زيد بن سهل بدري وقيس بن أبي صعصع عمر بن زيد بن عوف كان أميرا على الساقة يوم بدر وعمر بن غزية وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدرا وقتل يوم أحد وخارجة بن زيد شهد بدرا وقتل يوم أحد وعبدالله بن رواحة أحد النقباء شهد بدرا وأحد والخندق وقتل يوم مؤت أميرا وبشير بن سعد بدري وعبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الذي أري النداء وهو بدري الهامش قوله أري النداء أي أري في المنام الأذان كما سيأتي مفصلا في الفصل الثالث التالي بعونه تعالى انتهى الهامش وخلاد ابن سويد بدري أحدي خندقي وقتل يوم بني قريض شهيدا طرحت عليه رحا فشدخته فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن له لأجر شهيدين وأبو مسعود عقبة ابن عمر البدري قال ابن اسحاق وهو أحدث من شهد العقبة سنا ولم يشهد بدرا وزياد ابن لبيد بدري وفروة ابن عمر ابن ودفة وخالد ابن قيس ابن مالك بدري ورافع ابن مالك أحد من قباء وذكوان ابن عبد قيس ابن خلدة وهو الذي يقال له مهاجري أنصري لأنه أقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى هاجر منها وهو بدري قتل يوم أحد وعباد ابن قيس ابن عامر ابن خالد بدري وأخوه الحارث ابن قيس ابن عامر بدري أيضا والبراء ابن معرور أحد النقباء وأول من بايع فيما تزعم بني سلم وقد مات قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأوصى له بثلث ماله فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورثته وابنه بشر بن البراء وقد شهد بدرا وأحدا والخند ومات بخيبر شهيدا من أكله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الشات المسمومة رضي الله عنه وسنان بن صيفي بن صخر بدري والطفيل بن النعمان بن خنساء بدري قتل يوم الخندق ومعقل بن المنذر بن سرح بدري وأخوه يزيد بن المنذر بدري ومسعود بن زيد بن سبيع والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بدري ويزيد بن خذام بن سبيع وجبار بن صخر بدري والطفيل بن مالك بن خنساء بدري وكعب بن مالك وسليم بن عامر بن حديدة بدري وقطبة بن عامر بن حديدة بدري واخوه ابو المنذر يزيد واخوه ابو المنذر يزيد بدري ايضا وابو اليسر كعب ابن عمر بدري وصيفي ابن سواد ابن عباد وثعلب ابن غنمة ابن عديب ابن ابي بدري واستشهد بالخندق واخوه عمر ابن غنمة ابن عدي وعبس ابن عامر ابن عدي بدري وخالد ابن عمر ابن عدي ابن نابي وعبد الله ابن انيس حليف لهم من قباعة وعبد الله ابن عمر ابن حرام احد النقباء بدري واستشهد يوم احد وابنه جابر ابن عبد الله ومعاذ ابن عمر ابن الجموح بدري وثابت ابن جذع بدري وقتل شهيد ابن الطائف وعمير ابن الحارث ابن ثعلبة بدري وخديج ابن سلام حليف لهم من بلي قوله من بلي بفتح البال موحدة وكسر اللام اخره يا مشددة اسم قبيلة انتهى الهامش ومعاذ بن جبل شهد بدرا وما بعدها ومات بطعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت احد النقباء شهد بدرا وما بعدها والعباس بن عبادة بن نظلة وقد اقام بمكة حتى هاجر منها فكان يقال له مهاجري انصاري ايضا وقتل يوم احد شهيدا وابو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة ابن خزمة ابن اسرم حليف لهم من بلي وعمر بن الحارث ابن كندة ورفاعة ابن عمر ابن زيد بدري وعقبة ابن وهب وعقبة ابن وهب ابن كلدا وحليف لهم بدري وكان ممن خرج الى مكة فاقام بها حتى هاجر منها فهم فهو ممن يقال له مهاجري انصاري ايضا وسعد بن عبادة ابن دليم احد النقباء والمنذر ابن عمر نقيب بدري احدي وقتل يوم بئر معونة اميرا وهو الذي يقال له اعنق ليموت واما المرأتان فهما ام عمارتان سيبة بنت كعب ابن عمر ابن عوف المازنية النجارية قال ابن اسحاق وقد كانت شهدت الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معها اختها وزوجها زيد بن عاصم ابن كعب وابناها خبيب وعبد الله وابنها خبيب هذا هو الذي قتله مسيلمة الكذاب حتى جعل يقول له اتشهد ان محمدا رسول الله فيقول نعم فيقول اتشهد اني رسول الله فيقول لا اسمع فجعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يدي لا يزيد على ذلك فكانت ام عمارة ممن خرج الى اليمامة مع المسلمين حتى قتل مسيلمة ورجعت بها ورجعت وبها اثنى عشر جرحا من بين طعنة وضربة رضي الله عنها والاخرى ام منيع اسماء ابنة عمر بن عدي ابن نابي ابن عمر ابن سواد ابن غنم ابن كعب ابن سلمة رضي الله عنها الفصل الثالث العهد النبوي المدني حتى السنة التاسعة للهجرة الهجرة من مكة الى المدينة ائتمار المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم هجرته صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق الى المدينة اصوله صلى الله عليه وسلم قبا وتأسيسه مسجدها اول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة نزوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بناء المسجد النبوي الشريف فضل المسجد النبوي ومسجد قبا فضل المسجد النبوي ومسجد قبا بناء بيوته صلى الله عليه وسلم ما اصاب المهاجرين من حمى المدينة موادعته صلى الله عليه وسلم اليهود بالمدينة المواخات بين المهاجرين والانصار فضل المدينة المنورة بداية التاريخ بالهجرة النبوية سبب اسلام نفر من الصحابة اول من مات بعد قدومه صلى الله عليه وسلم بالمدينة اول من ولد بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة مشروعية الاذام حج ابي بكر بالناس سنة تسع ونزول براءة انتهى الشريط السابع وننتقل الى الشريط الثامن الشريط الثامن الوجه الاول الهجرة من مكة الى المدينة قال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ بمكة للمسلمين قد اريت دار هجرتكم اريت سبخة ذات نخل بين لابتين الحامش قوله صلى الله عليه وسلم لابتين اللابة الحرة وهي الارض ذات الحجارة وهي الارض ذات الحجارة السوداء انتهى الهابش فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع الى المدينة من كان هاجر الى ارض الحبشة من المسلمين رواه البخاري وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام اني اهاجر من مكة الى ارض بها نخل فذهب وهلي الى انها اليمامة او هجر الهامش قوله صلى الله عليه وسلم فذهب وهلي اي ذهب ظن الاول اي اول ما خطر ببالي انتهى الهامش فذهب وهلي الى انها اليمامة او هجر فاذا هي المدينة يثرب وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث ابي موسى الاشعري وهو حديث طويل قال ابن اسحاق لما اذن الله تعالى في الحرب بقوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله الاية سورة الحج الاية تاسع والثلاثون والاربعون فلما اذن الله في الحرب وتابعه هذا الحي من العصار على الاسلام والنصر له ولمن اتبعه وآوى اليهم من المسلمين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآوى اليهم من المسلمين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج الى المدينة والهجرة اليها واللحوق باخوانهم من الانصار وقال إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها فخرجوا إليها أرسالا وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقب بسنة حين آذته قريش مرجعه من الحبشة فعزم على الردوع إليها ثم بلغه أن بالمدينة لهم إخوانا فعزم إليها قال ابن إسحاق فحدثني أبي عن سلمة ابن عبد الله بن عمر ابن أبي سلمة عن جدته أم سلمة قالت لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرة ثم حملني عليه وجعل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري ثم خرج يقود بي بعيرة فلما رأته رجال من فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد قالت فنزعوا خطام البعير من يده وأخذون منه قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهطوا أبي سلمة وقالوا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا قالت فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغير عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة قالت ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي قالت فكنت أخرج كل غدات فأجلس في الأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تخرجون أو ألا تخرجون من هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئتي قالت فرد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة قالت وما معي أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن طلحة ابني أبي طلحة أخى بني عبد الدار فقال إلى أين يا ابنة أبي أمية قلت أريد زوجي بالمدينة قال أوما معك أحد قلت ما معي أحد إلا الله وباني هذا فقال والله ما لك من مترك أو مترك فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم من كان إذا بلغ المنزل أناخبي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عن ثم قيده في الشجر ثم تنحى إلى شجرة فاتجع تحتها فإذا دن الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحلة ثم استأخر عني وقال اركبي فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي حتى ينزل بي فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة فلما نظر إلى قرية بني عمر ابن عوف بقبا قال زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة بها نازلا فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة فكانت تقول ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة وما رأيت صاحبا قد كان أكرم من عثمان ابن طلحة أسلم عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديبية وهاجر هو وخالد بن الوليد معا وقتل يوم أحد أبوه وإخوته وإخوته الحارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان ابن أبي طلحة ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة والد بني شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم في الإسلام كما كانت في الجاهلية ونزل في ذلك قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية سورة النساء الآية الثامنة والخمسون قال ابن إسحاق ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلم عامر بن ربيع حليف بن عدي معهم رأته ليلى بنت أبي حثم العدوية ثم عبد الله ابن جحش ابن رئاب ابن يعمر حليف بن أمية ابن عبد شمس احتمل بأهله وبأخيه عبد أبي أحمد واسمه عبد كما ذكره ابن إسحاق وقيل تمامة قال السهيلي والأول أصح وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد وكان شاعرا وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان ابن حرب وكانت أمه أميمة وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم فغلقت دار بني جحش هجرة فمر بها عتبة بن ربيع والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكة فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها يبابا ليس بها ساكن فلما رأاها كذلك تنفس السعداء وقال وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحواب قال ابن هشام وهذا البيت لأبي دؤاد الإيادي في قصيدة له والحواب التوجع قال السهيلي واسم أبي دؤاد حنظلة ابن شرقي وقيل حارثة ثم قال عتبة أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها فقال أبو جهل وما تبكي عليها من قل ابن قل ثم قال يعني العباس هذا من عمل ابن أخيك هذا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا الهامش وقل ابن قل بالقاف فيهما قال ابن هشام القل الواحد واستشهد ببيت لبيد بن ربيع كل بني حرة مصيرهم قل وان كثرت وان اكثرت من العدد انتهى الهامش قال ابن اسحاق قال ابن اسحاق فنزل ابو سلمة وعامر بن ربيع وبن جحش بقبا على مبشر ابن عبد المنذر ثم قدم المهاجرون ارسالا قال وكان بن غن ابن دودان اهل اسلام قد اوعبوا الى المدينة هجرة رجالهم ونساؤهم وهم عبد الله بن جحش واخوه ابو احمد وعكاشا ابن محصن وشجاع وعقبة ابن وهب واربد ابن جميرة الهامش جميرة بالجيم وقال ابن هشام ويقال ابن حميرة انتهى الهامش ومنقذ ابن نباتة وسعيد ابن رقيش ومحرز ابن نضلة وزيد ابن رقيش وقيس ابن جابر وعمر ابن محصن ومالك ابن عمر وصفوان ابن عمر وثقف ابن عمر وربيعة ابن اكثم والزبير ابن عبيدة وتمام ابن عبيدة وسخبره ابن عبيدة ومحمد ابن عبد الله ابن جحش ومن نسائهم زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش وام حبيب بنت جحش وجدامة بنت جندل وام قيس بنت محصن وام حبيب بنت ثمامة وامنة بنت رقيش وسخبره بنت تميم قال ابن اسحاق ثم خرج عمر ابن الخطاب وعياش ابن ابي ربيعة حتى قدم المدينة فحدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن ابيه قال اتعدنا لما اردت الهجرة قال اتعدنا لما اردت الهجرة الى المدينة انا وعياش ابن ابي ربيعة وهشام ابن العاص التناظب من اضاءة بني غفار فوق سرف قوله التناظب من اضاءة بكسر الضاد المعجبة بكسر الضاد المعجبة جمع تنضب بضمها واضاءه بفتح الهمزة هو الغدير وهو موضع على عشرة اميال من مكة انتهى الهمش وقلنا اينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه وقلنا اينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه قال فاصبحت انا وعياش عند التناظب او التناظب وحبس هشام وفتنا فافتتم فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمر بن عوف بقباء وخرج ابو جهل بن هشام والحارث بن هشام الى عياش وكان ابن عمهما واخاهما لامهما حتى قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكلماه وقال له ان امك قد نذرت ان لا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستضل من شمس حتى تراك فرق لها فقلت له انه والله ان يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فوالله لو قد اذى امك القبل لم تشطت ولو قد اشتد عليها حر مكة لا استضلت قال فقال ابر قسم امي ولهنالك مال فاخذه قال قلت والله انك لتعلم اني لمن اكثر قريش مالا فلك نصف مال ولا تذهب معهما قال فاب علي الا ان يخرج معهما فلما اب الا ذلك قلت اما اذا فعلت ما فعلت فخذ ناقة هذه فانها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فان رابك من امر القوم ريب فانج عليها فخرج عليها معهما حتى اذا كانوا ببعض الطريق قال له ابو جهل يا اخي والله لقد استغلطت بعيري هذا افلا تعقبني على ناقتك او افلا تعقبني على ناقتك هذه قال قال بلى فاناخ واناخ ليتحول عليها فلما استووا بالارض عدوى عليه فاوثقاه رباطا ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن فقال عمر فكنا نقول لا يقبل الله ممن افتتن توبة وكانوا يقولون ذلك لانفسهم حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانزل الله تعالى قوله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا ترنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون سورة الزمر من الاية الثالثة والخمسين وحتى الاية الخامسة والخمسين قال عمر وكتبتها وبعدت بها الى هشام ابن العاص قال هشام فلما اتتني جعلت اقرأها بذي طواء اصعد بها واصوب ولا افهمها حتى قلت اللهم فهمنيها فالقى الله في قلبي انها انما انزلت فينا وفيما كنا نقول في انفسنا ويقال فينا قال فرجعت الى بعير فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال البخاري حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة انباءنا ابو اسحاق سمع البراء قال اول من قدم علينا مصعب ابن عمير وابن ام مكتوم ثم قدم علينا عمار وبلال وروى البخاري ايضا عن البراء ابن عازب قال اول من قدم علينا مصعب ابن عمير وابن ام مكتوم وكان يقرئان الناس فقدم بلال وسعد عمار ابن ياسر ثم قدم عمر ابن الخطاب في عشرين نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت اهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الاماء يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل ورواه مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب بنحوه وفيه التصريح بأن سعد ابن أبي وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهري أنه إنما هاجر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب ما تقدم قال ابن اسحاق ولما قدم عمر بن الخطاب المدينة هو ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب وعمر وعبد الله بن سراقة بن المعتمر وخنيس بن حذاف السهمي زوج ابنته حفصة وابن عمه سعيد بن زيد ابن عمر ابن نوفيل وواقد ابن عبد الله التميمي حليف لهم وخولي ابن أبي خولي ومالك ابن أبي خولي وحليفان لهم من بني عجل وبن الكبير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفائهم من بني سعد بن ليث فنزلوا على رفاعة ابن عبد المنذر ابن زنير في بني عمر ابن عوف بقباء قال ابن إسحاق ثم تتابع المهاجرون رضي الله عنهم فنزل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خبيب بن أساف أخي بل حارث بن الخزرج بالسنح أو بالسنح ويقال بل نزل طلحة على أسعد ابن زرارة قال ابن هشام وذكر لي عن أبي عثمان النهدي أنه قال بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم قال فإني قد جعلت لكم مالي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب وقد روى البيهقي عن سعيد بن المسيب عن صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين فإما أن تكون هجر أو تكون يثرب قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج معه أبو بكر وكنت قد هممت معه بالخروج فصدني فتيان من قريش فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن شاكية فناموا فخرجت ولحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني فقلت لهم إن أعطيتكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتوفون لي ففعلوا فتبعتهم إلى مكة فقلت احفروا تحت أسكفة أحفروا تحت أسكفة الباب فإن بها أواقي واذهبوا إلى فلان فخذوا الحلتين وخرجت حتى قدمت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبا قبل أن يتحول منها فلما رآني قال يا أبا يحيى ربح البيع فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام الهامش وقد تضافرت بعض الروايات على أنه نزل فيه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الآية السابعة بعد المئتين من سورة البقرة انتهى الهامش قال ابن إسحاق ونزل حمزة ابن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مرثد كناز ابن الحسين وابنه مرثد الغنويان حليفة حمزة وأنسة أو أنسة وابو كبشة مولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم ابن الهدم أخي بني عمر بن عوف بقبا وقيل على سعد بن خيثمة وقيل بل نزل حمزة على أسعد ابن زرارة والله أعلم قال ونزل عبيدة ابن الحارث وأخوه الطفيل وحسين ومصطح ابن أثاثة وسويبط ابن سعد وسويبط ابن سعد ابن حريملة أخو بني عبد الدار وطليب ابن عمير أخو بني عبد ابن قصي وخباب مولى عتبة ابن غزوان على عبد الله بن سلم أخي بل عجلان بقبا الهامش وفي ابن هشام على عبد الله أخي بل حارث ابن الخزرج في دار بل حارث ابن الخزرج فقوله بل عجلان وبل حارث أي ابن عجلان وابن الحارث والعرب تبدل النون لاما تخفيفا انتهى الهامش ونزل عبد الرحمن بن عوف رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع ونزل زبير بن العوام وابو سبرة ابن أبي وابن أبي رهم على منذر ابن محمد بن عقبة ابن أحيحة ابن الجلاح بالعصبة دار بني جحجبا ونزل مصعب بن عبير على سعد بن معاذ ونزل أبو حذيفة ابن عتبة وسالم مولاه على سنب قال ابن أسحاق وقال الأموي على خبيب بن أساف أخي بني حارثة ونزل عتبة بن غزوان على عباد ابن بشر بن وقش في بني عبد الأشهل ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت ابن المنذر أخي حسان بن ثابت في دار بن النجار قال ابن إسحاق ونزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثم وذلك أنه كان عزبا والله أعلم أين والله أعلم أي ذلك كان وروا يعقوب بن سفيان عن نافع لابن عمر أنه قال قدمنا مكة فنزلنا العصبة قوله العصبة هي دار بني جحجبا حي من الأنصار كما تقدم انتهى لا مش وروا يعقوب بن سفيان عن نافع ابن عمر أنه قال قدمنا مكة فنزلنا العصبة عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن جراح وسالم مولى أبي حذيفة فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآن اعتمار المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الآية الثمانون من سورة الإسراء أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء أن يجعل له مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجا عجلا فأذن له تعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب فصارت له دارا وقرارا وأهلها له أنصارا روى أحمد بن حمل عثمان ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال قتاده أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق الهجرة من مكة واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا كتاب الله وفرائضه وحدوده قال ابن اسحاق وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه بمكة إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهما وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا فيطمع أبو بكر أن يكونه فلما رأت فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منع فحذروا أو حذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم فاجتمعوا له في دار الندوى وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه قال ابن إسحاق فحدثني من لا أتهب من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجي عن مجاهد بن جبر وغيره ممن لا أتهم عن عبد الله بن عباس قال لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوى ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا في اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ جليل فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا قالوا أجل فادخل فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش عتبة وشيبة وأبو سفيان وطعيمة ابن عدي وجبير بن مطعم ابن عدي والحارث ابن عامر ابن نوفل والنضر ابن الحارث وأبو البختري ابن هشام وزمعة ابن الأسود وحكيم ابن حزام وأبو جهل ابن هشام ونبيه ومنبه أو منبه ابن الحجاج وأمية ابن خلف ومن كان منهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم وإننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأيا قال فتشاوروا ثم قال قائل منهم قيل إنه أبو البختري ابن هشام أحبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم فقال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي والله لا إن حبستمه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي فتشاوروا ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت قال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه علي ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد أديروا فيه رأيا غير هذا فقال أبو جهل بن فشام والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد قالوا وما هو يا أبا الحكم قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسطيا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه به ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دامه في القبائل جميعها فلم يقدر بن وعبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم قال يقول الشيخ النجدي القول ما قال الرجل هذا الرأي ولا أرى غيره فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له فأتى جبرايل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لا تبت هذه الليل في فراشك الذي كنت تبيت عليه قال فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي وتسج ببرد هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام وهذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعلي وسراق ابن مالك ابن جعشم وغيرهم دخل حديث بعضهم في بعض فذكر نحو ما تقدم قال ابن إسحاق فحدثني يزيد ابن أبي زياد عن محمد ابن كعب القراضي قال لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال وهم على بابه إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنانا كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح ثم بعثتم بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا تحرقون فيها ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها القول مرة أخرى قال لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال وهم على بابه إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح ثم بعثتم بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال نعم أنا أقول ذلك أنت أحدهم وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم إلى قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون الآيات التسع الأولى من سورة يسين ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب فأتاهم آتم ممن لم يكن معهم فقال ما تنتظرون ها هنا قالوا محمدا قال فقال خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته أفما ترون ما بكم قال فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ثم جعلوا يتطلعون فيرون علي على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده فلم يبرح كذلك حتى أصبحوا فقام علي عن الفراش فقالوا والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا قال ابن اسحاق فكان مما أنزل الله في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سورة الأنفال الآية الثلاثون وقوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين الآيتان الثلاثون الوحدة والثلاثون من سورة الطور قال ابن اسحاق فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك بالهجرة هجرته صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق إلى المدينة روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث فيها ثلاث عشرة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه السلام وذلك في يوم الاثنين كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال ولد نبيكم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين قال محمد بن إسحاق وكان أبو بكر حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال له لا تعجل لعل الله أم يجعل لك صاحبا قد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني نفسه فابتع راحلتين حبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك قال الواقدي اشتراهما بثمانمائة درهم قال ابن إسحاق فحدثني من لأتهم عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما بكرة وإما عشية حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه رسوله للهجرة في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها قالت فلما رأاه أبو بكر قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث قالت فلما دخل تأخر به أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر أحد إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج عني من عندك قال يا رسول الله إنما هما أو أخرج عني من عندك قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي وما ذاك في ذاك أبي وأمي قال إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة قالت فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قالت فوالله ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي ثم قال يا نبي الله إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما لهذا فاستأجر عبد الله بن أرقد قال ابن هشام ويقال عبد الله ابن أريقض رجلا من بني الدئل ابن بكر وكانت أمهم من بني سهم ابن عمر وكان مشركا يدلهما على الطريق ودفع إليه راحلتيهما فكانت عنده يرعاهما لميعادهما انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني قال ابن إسحاق ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلف حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته قال ابن إسحاق فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر ابن أبي قحاف فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته قال ابن إسحاق ثم عمد إلى غار ثور جبل بأسفل مكة فدخلا وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبدالله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ثم يأتيهما إذا أمسى ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر وأمر عامر ابن فهير مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغار فكان عبدالله ابن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهم الخبر وكان عامر ابن فهير يرعى في رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلب وذبح فإذا غدا عبدالله ابن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع عامر ابن فهير أثره بالغنم يعفي عليه قال ابن إسحاق وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما قالت أسماء ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتان نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا ابنة أبي بكر قالت قلت لأدري والله أين أبي قالت فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي ثم صرفوا قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه احتمل أبو بكر ماله كله معه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم فانطلق بها معه قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا قالت وأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيه الذي كان أبي يضع ماله فيها ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ لكم ولا والله ما ترك لنا شيئا ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك وروى البيهقي عن محمد بن سيرين قال ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر فبلغ ذلك عمر فقال والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر وليوم من أبي بكر خير من آل عمر لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة طلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة بين يديك فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك فقال يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني قال يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني قال نعم والذي بعثك بالحق فلما انتهي إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار فدخل فاستبرأه حتى إذا كان ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة فقال مكانك يا رسول الله حتى استبرئ فدخل فاستبرأ ثم قال أنزل يا رسول الله فنزل ثم قال عمر والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر وروا الإمام أحمد عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك الآية الثلاثون من سورة الأنفال قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون علي يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح ثار علي فلما رأوا علي رد الله عليهم مكرهم فقال أين صاحبك هذا فقال لا أدري فاقتفوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقال لو دخل ها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال وهذا إسناد حسن وهو من أجود ما رويا في قصة نسج العنكبوت على فم الغار وذلك من حماية الله رسوله صلى الله عليه وسلم وقال البخاري حدثنا يحيى بن بكير أو بكير ثانا ليث عن عقيل قال ابن هشام فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا ياتين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد الهامش برك الغماد بفتح الباب أو برك الغماد بفتح الباب وكسرها وضم الغين وكسرها موضع باليمن وقيل وراء مكة بخمس ليال وهو المراد هنا انتهى الهامش حتى إذا بلغ برك أو برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة قوله سيد القارة بالقاف وتخفيف الراء هي قبيلة مشهورة من بني الهون انتهى الهامش فذكرت ما كان من رده لأبي بكر إلى مكة وجواره له كما قدمناه عند هجرة الحبشة إلى قوله فقال أبو بكر فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهم الحرتان الهامش الحرتان مثنى حرة وهي الأرض ذات الحجارة السود انتهى الهامش وهم الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر مهاجرا قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر الهامش ورق السمر وهو الخبط بفتح السين المهملة وضم الميم وقوله وهو من الخبط بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة تفسير لورق السمر وهو ما يخبط بالعصى فيسقط من ورق الشجر انتهى الهامش قال ابنه شهاب قال عروى قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متنقعا في ساعة لم يكن يأتين فيها قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتين فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال فإنه قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قوله الصحابة بالنصب فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قوله الصحابة بالنصب أي أريد الصحابة في الهجرة وبالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هي انتهى الهامش فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو بكر فخذ أنت يا رسول الله إحدى رحلتي هاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فلذلك سميت ذات النطاقين قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لق قوله شاب ثقف لق بفتح الثاء المثلثة ويصح في القاف الحركات الثلاث أي حاذق ولق بفتح اللام وكسر القاف أي سريع الفهم انتهى الهامش ويبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لق فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائث لا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهير مول أبا بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما قوله منحتهما ورضيفهما أي لبن الطري غير المسخن بالنار ورضيفهما وهو الموضوع فيه الحجارة المحمى لتذهب وخامته وثقله أو لتذهب وخامته وثقله انتهى الهامش حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا والخريت هو الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ليال وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق الساحل قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن مالك ابن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة ابن مالك ابن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل منهما لمن قتله أو أسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل غراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جارية أن تخرج أو تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت من ظهر البيت فحططت بزجة الأرض فحططت بزجه الأرض قوله فحططت بزجه بحاء وطائين مهملات والزج بضم الزاي الحديد الذي في أسفل الرمح أي أمكنت أسفله وفي نسخة فخططت بالخاء المعجمة أي خفطت أعله وجرت بزجه على الأرض فخطها به من غير قصد لخطها لكي لا يظهر الرمح إن أمسك زجه ونصبه امتهى الهامش حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها ففررت بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره قوله الذي أكره أي الذي لا تضرهم أي لا تضرهم انتهى الهامش فركبت فرسي أو فركبت فرسي وعصبت الأزلام فجعل فرسي يقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها فأهويت ثم زجرتها فنهض ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار إذ لأثر يديها غبار صاطع في السماء مثل الدخان قوله غبار وفي نسخة عثان بضم العين المهمنة أي دخان من غير نار انتهى الهامش فاستقسمت الأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر الله أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزئاني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عن أو أخف عن فسألته أن يكتب لي كتاب فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر ابن فهير فكتب في رقعة من أدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فلم يرزئاني أي لم ينقصاني شيئا أو ينقصاني شيئا انتهى الهامش وفي هذا الحديث أن القائف الذي اقتفى لهم الأثر سراقة ابن مالك المدلجي الهامش وهذا هو الصحيح لقوة دليله انتهى الهامش وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه الذي اقتفى لهم الأثر كرز بن علقمة قلت ويحتمل أن يكون جميعا اقتفى الأثر والله أعلم وقد قال الله تعالى إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم سورة التوبة الآية الأربعون يقول تعالى مؤنبا لمن تخلف عن الجهاد مع الرسول إلا تنصروه أنتم فإن الله ناصره ومؤيده ومظفره كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا من أهل مكة منها ليس معه غير صاحبه وصديقه أبي بكر ليس غيره ولهذا قال ثاني اثنين إذ هما في الغار أي وقد لجأ إلى الغار فأقام فيه ثلاثة أيام ليسكن الطلب عنهما وذلك لأن المشركين حين فقدوهما كما تقدم ذهبوا في طلابهما كل مذهب من سائر الجهات وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما مئة من الإبل واقتصوا آثارهما حتى اختلط عليهم وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة ابن مالك كما تقدم فصعدوا الجبل الذي هما فيه وجعلوا يمرون على باب الغار فتحاذا فتحاذ أرجلهم لباب الغار ولا يرون هما حفظا من الله لهما كما روى الإمام أحمد عن أناس بن مالك أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال يا أبا بكر فقال يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولما رجع سراقة جعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده وقال كفيتم هذا الوجه فلما ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة جعل سراق يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من قضية جواده واشتهر هذا عنه فخاف رؤساء قريش معرته وخشوا أن يكون ذلك سببا لإسلام كثير منهم وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهم فكتب أبو جهل لعنه الله إليهم بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤددي فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل في قوله هذا أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه عليك فكف القوم عنه فإنني أخال لنا يوما ستبدو معالمه بأمر تود النصر فيه فإنهم وإن جميع الناس ضر مسالمه وذكر هذا الشعر الأموي في مغازي بسنده عن أبي إسحاق وقد روه أبو نعيم بسنده من طريق زيادين عن ابن إسحاق وزاد في شعر أبي جهل أبيات تتضمن كفرا بليغا وروى البخاري بسنده إلى ابن هشام قال فأخبرني عروة ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام الهامش كانوا تجارا بكسر التاء المثنى الفوقية وتخفيف الجيم جمع تاجر ويجمع على تجار بالضم والتشديد ولكن الرواية على الأول انتهى الهامش لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا ثيابا بياض وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غدات إلى الحر فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه قوله أطم بضم الهمزة والطاء المهملة أي حصن انتهى الهامش فبصر فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدلكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمر بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبو بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمر بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته وسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر اسعد ابن زرارة قوله مربدا بكسر الميم وسكون الراء اي موضعا يجفف فيه التمر انتهى الهامش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا ان شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال بل نهبه لك يا رسول الله فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه وهو يقول حين ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا ابر ربنا واطهر ويقول لا هم لا هم كما ان الاجر اجر الاخرة فارحم الانصار والمهاجرة قوله في معنى البيت هذا المحمول من اللبن للبناء ابقى ذخرا واكثر ثوابا واشد طهارة من حمال خيبر التي تحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك فتربحون منها وقوله لا هم هذا ملائم لوزن البيت ولكن جاء في جميع نسخ البخاري بدله اللهم وبه ينكسر الوزن ولم ارى من وجهه ولم ارى من وجهه وفي رواية اخرى للبخاري في باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه المدينة بلفظ اللهم انه لا خير الا خير الاخرة فانصر الانصار والمهاجرة يرتجز ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والواضح انهم ما كانوا يرتجزون على وزن الرجز فلا حاجة للوقوف عند الوزن الشعري هنا انتهى الهامش فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي قوله لم يسمى هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه انتهى الهامش قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الابيات هذا لفظ البخاري وقد تفرد بروايته دون مسلم وروى الامام احمد عن البراء بن عازب قال اشترى ابو بكر من عازب سرجا بثلاثة عشر درهما فقال ابو بكر لعازب من البراء فقال ابو بكر لعازب مر البراء فليحمله الى منزلي فقال لا حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت معه فقال ابو بكر خرجنا فادلجنا فاحثثنا يومنا وليلتنا حتى اظهرنا وقام قائم حتى اظهرنا وقام قائم الظهيرة فضربت بصري هل ارى ظلا نأوي اليه فاذا انا بصخرة فاهويت اليها فاذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرجت له فروة وقلت اتجع يا رسول الله فاتجع ثم خرجت انظر هل ارى احدا من الطلب فاذا انا براعي غنم فقلت لمن انت يا غلامت فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك باللبن قال نعم قلت هل انت حالب لي قال نعم فامرته فاعتقل شاتا منها ثم امرته فنفض ضرعها من الغبار ثم امرته فنفض كفيه من الغبار ومعي اداوة على فمها خرقة فحلب لي كسبة من اللبن الكسبة بضم الثاء المثلثة القليل من اللبن والماء فاصببت على القدح حتى برد اسفله ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفافيته وقد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت هل انا الرحيل فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا احد منهم الا سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا قال لا تحزن ان الله معنا حتى اذا دنى منا فكان بيننا وبينه قيد رمح او رمحين او قال رمحين او ثلاثة قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت قال لما تبكي قلت اما والله ما على نفسي ابكي ولكن ابكي عليك فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفناه بما شئت فساخت قوائم فرسه الى بطنها في ارض صلد ووثب عنها وقال يا محمد قد علمت ان هذا عملك فادع الله ان ينجيني مما انا فيه فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهما فانك ستمر بابلي وغنمي بموضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيها ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلق ورجع الى اصحابه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس فخرجوا في الطرق على الاناجير قوله الاناجير اي السطوح ويقال له الاجاجير انتهى الهامش فخرجوا في الطرق على الاناجير واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون الله اكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء محمد قال وتنازع القوم ايهم ينزل علي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا الليلة على بني نجار اخوار عبد المطلب لأكرمهم بذلك فلما اصبح غدا حيث امر قال البراء اول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير اخو بني عبد الدار ثم قدم علينا ابن ام مكتوم الاعمى احد بني فهر ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في عشرين راكبة فقلنا ما فعل رسول الله قال هو على اثري ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه فقال البراء ولم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سورا من المفصل واخرجه في الصحيحين بدون قول البراء اول من قدم علينا الى اخره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلك طريق الساحل وهي ابعد من الطريق الجاد واجتاز في مروره على ام معبد على ام معبد الخزاعية وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا وهذه قصة ام معبد الخزاعية قال يونس عن ابن اسحاق فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبة ام معبد واسمها عاتكة بنت خلف ابن معبد ابن ربيعة ابن اسرم فارادوا القراء فقالت والله ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شات الا حائل قوله حائل الحائل هي التي لم تحمل سنة او سنوات فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودع الله وحلب في العس العس بضم العين المهملة القدح العظيم جمعه عساس ككتاب وحلب في العس حتى ارغى وقال اشرب يا ام معبد فقالت اشرب فانت احق به فرده عليها فشربت ثم دعى بحائل اخرى ففعل مثل ذلك بها فشربه ثم دعى بحائل اخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله ثم دعى بحائل اخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عامرا ثم تروح وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا ام معبد فسألوا عنه فقالوا ارأيت محمدا من حليته كذا وكذا فوصفوه لها فقالت ما ادري ما تقولون قدمنا فتنحالب الحائل قالت قريش فذاك الذي نريد وروا الحافظ وروا الحافظ ابو بكر من البزار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنه ما قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر مهاجرين فدخل الغار اذا في الغار جحر فالقمه ابو بكر عقبه حتى اصبح مخافة ان يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فاقام في الغار ثلاث ليال ثم خرج حتى نزل بخيمات ام معبد فارسلت اليه ام معبد اني ارى وجوها حسانا وان الحي اقوى على كرامتكم مني فلما امسوا عندها بعثت مع ابني مع ابن لها صغير بشفرة وشات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردد الشفرة وهاتي لنا فرقا يعني القدح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردد الشفرة وهاتي لنا فرقا يعني القدح فارسلت اليه ان لا لبن فيها ولا ولد قال هاتي لنا فرقا الفرق بفتح القاف بفتح الفا وسكون الراء وتفتح وهو مكيان بالمدينة يسع ثلاثة آصع قال هات لنا فرقا فجاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترت ودرت فحلب فملأ القدح فشرب وسقى أبا بكر ثم حلب فبعث فيه إلى أم معبد ورواه ابن معيم في الدلائل وروا البيهقي قصة أم معبد بأطول من هذا وروا قصة مثلها ثم قال هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد والظاهر أنها هي والله أعلم وصوله صلى الله عليه وسلم قباء وتأسيسه مسجدها روى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال حدثني رجل من قومي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال فإذا لم نجد ظلا دخلنا وذلك في أيام حارة حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا لم يبقى ظل دخلنا بيوتنا وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت فكان أولا من رآه رجل من اليهود فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء قوله قيلة بفتح القاف وسكون الياه المثناه التحتية هي أم الأوس والخزرج أصل القبيلتين المعرفتين وأهل يثرب انتهى الهامش فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنه وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عن ذلك وقد تقدم مثل ذلك في سياق البخاري تقدم حديث البخاري بتمامه في هجرته صلى الله عليه وسلم قبل هذا وكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازي انتهى الشريط الثامن وننتقل إلى الشريط التاسع الشريط التاسع الوجه الأول وريم إمام أحمد عن ألس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا قال حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر فكملنا في بعض خراب المدينة ثم بعثا رجلا من أهل البادية يؤذن بهم الأنصار فاستقبلهما زهاء خمسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهما فقالت الأنصار انطلق آميلين مطاعين فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم فخرج أهل البدين حتى إن العواتق لفوق البيوت يترى أينه يقولون أيهم هو أيهم هو فما رأينا منظرا شبيها به قال أنس فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض فلم أرى يومين شبيها بهما ورواهم بيهقي عن الحاكم عن أنس بنحوه أو مثله قوله العواتق جمع عاتق وهي الجارية أول ما أدركت أو أول ما أدركت انتهى الهامس وفي الصحيحين عن البراء عن أبي بكر في حديث الهجرة قال وخرج الناس حين قدم المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء رسول الله فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر قال محمد بن إسحاق فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون يعني حين نزل بقبا على كلثوم بن الهدم أخي بني عمر بن عوف ثم أحد بني عبيد ويقالوا بل نزل على سعد بن خيثمة ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن الهدم إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن الهدم جلس من الناس في بيت سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزبا لا أهل له وكان يقال لبيته بيت العزاب والله أعلم ونزل أبو بكر رضي الله عنه على خبيب بن أساف أحد بني الحارث بن الخزرج بالسنح السنح بيضم السين وسكون النون موضع قرب المدينة وقيل على خارجة ابن زيد ابن أبي زهير أخي بن الحارث بن الخزرج وقال ابن إسحاق وأقام علي بن أبي طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن الهدم فكان علي بن أبي طالب إنما كانت إقامته بيقبا ليلة أو ليلتين وقال أبو إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقبا في بني عمر بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثة ويوم الأربعة ويوم الخميس وأسس مسجده ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة وبن عمر بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال وبن عمر بن عوف يزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم ثمانية عشرة ليلة وروى البخاري عن الزهري عن عروة أنه نزل في بني عمر بن عوف بقبا وأقام فيهم ضد عشرة ليلة وأسس مسجد قبا في تلك الأيام وحكى موسى بن عقبا عن مجمع بن يزيد بن حارثة أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يعني في بني عمر بن عوف بقبا اثنتين وعشرين ليلة وقال الواقري ويقال أقام فيهم أربع عشرة ليلة وقال موسى بن عقب ثلاثة ليلة والأشهر ما ذكره بن إسحاق وغيره أنه عليه السلام والأشهر ما ذكره بن إسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام فيهم بقبا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة وقد أسس في هذه المدة المختلفة في مقدارها على ما ذكرناه مسجد قبا وقد ادعى السهيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسسه في أول يوم قديم إلى قبا وحمل على ذلك قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم الآية الثامنة بعد المئة من سورة التوبة ورد قول من أعربها من تأسيس أول يوم وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين سورة التوبة الآية الثامنة بعد المئة كما تكلمنا على تقرير ذلك في التفسير وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مسجد المدينة والجواب عنه وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عويم بن ساعدة في الهامش رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصبا فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة انتهى الهامش وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عويم بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في مسجد قباة فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لما جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وله شواهد أخر وروي عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس وممن قال بأنه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير ورواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس وحكي عن الشعبي والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير وعطي العوف وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فيما بعد ويصلي فيه وكان يأتي قباء كل سبت تارة راكبا وتارة ماشية وفي الحديث الصلاة في مسجد قباء كعمرة الهامش رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن أسيد بن الظهير رضي الله عنه وقال الترمذي حديث أسيد حديث حسن غريب ولا نعرف لأسيد بن الظهير شيئا يصح غير هذا انتهى وروا مثله النسائي وابن ماجة عن سهل بن حنيف انتهى الهامش فكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي لأن ذلك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة والله أعلم أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام من قبا وهو راكب ناقته القصوى قاصبا المدينة وذلك يوم الجمعة فأدركه وقت الزوال وهو في دار بن سالم بن عوف فصل بالمسلمين الجمعة هنالك في وادي يقال له وادي رانو رانوانا يقال له وادي رانوانا فكانت أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيم بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم له قال أكفره وأعاد من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه ما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحده على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرى وإنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والذي صدق قوله وأنجز وعده والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلاف لذلك فإنه يقول تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الآية التاسع والعشرون من سورة قاف واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه ومن يتق لها يكفر عنه سيئاته ويوظم له أجر سورة الطلاق الآية الخامسة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سورة الأحزاب الآية الواحدة والسبعون وإن تقوى الله توقي توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولا قوة إلا بالله فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيه ما بينه وبين الناس ذلك أن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هكذا أوردها ابن جرير وفي المسند إرسال وقال البيهقي باب أول باب أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ثم روى البيهقي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى قال كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن تعلمن والله لا يصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ثم لا يدعن غنمه ليس لها راع ثم لا يقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزي الحسنة عشر أمثالها فإن بها تجزي الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته الهامش وجاء في سيرة ابن هشام والسلام عليكم وعلى رسول الله انتهى الهامش ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال إن الحمد إن الحمد لله أحمده وأستعينه الهامش إن الحمد لله قال السهيلي في الروض الأنف أو في الروض الأنف هكذا برفع الدال من قوله الحمد لله وجدته مقيدا وصححا علي وإعرابه ليس على الحكاية ولكن على إضمار الأمر كأنه قال إن الأمر الذي إن الأمر الذي أذكره الحمد لله انتهى الهامش ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس إنه أحسن الحديث وأبلغه أحب ما أحب الله أحب الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره لا تقسوا عنه قلوبكم فإنه من يختار الله ويصطفي فقد سماه خيرته من الأعمال وخيرته من العباد والصالح من الحديث ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واستقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم إن الله يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه الطريق أيضا مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ نزوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال موسى بن عقبى وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عمر بن عوف فمشوا حول ناقته ولا يزال أحدهم ينازع صاحبه زماما ناقة شحا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل فيقول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة فإنما أنزل حيث أنزل من الله فلما فلما انتهت إلى دار أبي أيوب بركت به على الباب فنزل فدخل بيت أبي أيوب حتى ابتنى مسجده ومساكنة قال ابن اسحاق لما بركت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عنها حتى وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به ثم التفت ثم التفت خلفها ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جيرانها الهامش رزمت أي بركت وجيرانها بكسر الجيم وفتح الراء مخففة أي مقدن عنقها من مذبحه إلى منحره انتهى الهامش فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل أبو أيوبا خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو والمربد بكسر الميم وفتح الراء وبيدر التمر فقال له معاذ بن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل لبني عمر فهو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمر وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخذه مسجدا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب حتى بني مسجده ومساكنه فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من المهاجرين والأنصار وستأتي قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله وروا البيهقي في الدلائل على أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلما دخلنا جاءت الأنصار برجالها ونسائها فقالوا إلينا يا رسول الله فقال دعوا الناقة فإنها مأمورة فبركت على باب أبي أيوب فخرجت جوار من بني النجار يضربنا بالدفوف وهم يقل نحن جوار من بني النجار يا حب ذا محمد من جار فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتحبونني فقال إي والله يا رسول الله فقال وأنا والله أحبكم وأنا والله أحبكم وأنا والله أحبكم هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يروه أحد من أصحاب السنن وقد خرجه الحاكم في مستدركه كما يروى أو كما يروي قوله صلى الله عليه وسلم في الهامش قوله صلى الله عليه وسلم وأنا والله أحبكم يعني الأنصار رضوان الله عليهم يعني الأنصار رضوان الله عليهم وهم المراد أيضا في الحديثين التاليين انتهى الهامش ثم روى البي هقي عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحي من بني النجار واذا جوار يضربن بالدفوف يقول نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الله ان قلبي يحبكم ورواه ابن ماجة وفي صحيح البخاري عن معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين حسبت انه قال من عرز فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم انتم من احب الناس الي قالها ثلاث مرات الهامش قوله حسبت انه قال الشك من الراوي عن انس عبد العزيز بن صحيب البناني وقد جاء من غير شك في باب ذهاب النساء والصبيان الى العرز في النكاح حيث رواه البخاري هناك وقاله ممثلا بضم الميم الاولى واسكان الثانية المثلثة اي منتصبا قائما وجاء في رواية وجاء في رواية كتاب النكاح فقام منتنا اي قام قياما طويلا اي من الامتنان كأنه صلى الله عليه وسلم يمتن عليهم بمحبته انتهى الهامش وروا الامام احمد عن انس ابن مالك قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وهو مردوف ابا بكر وابو بكر شيخ يعرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل ابا بكر فيقول يا ابا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول فيقول هذا الرجل يهدين السبيل فيحسب الحاسب انما يهديه الطريق وانما يعني سبيل الخير فالتفت ابو بكر فاذا هو بفارس قد لحقهم فقال يا نبي الله هذا فارس قد لحق بنا فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صرعه فصرعته فرسه ثم قامت تحمح ثم قال مرني يا نبي الله بما شئت فقال قف مكانك ولا تتركن أحدا يلحق بنا قال فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا فسلموا عليهما وقالوا اركب آمنين مطاعين فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح وقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فاستشرفوا نبي الله ينظرون إليه ويقولون جاء نبي الله قال فأقبل يسير على فقال فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب قال فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن السلام وهو في نخل لأهله يختلف وهو في نخل له يختلف لهم قوله يختلف بالخاء المعجمة أن يجتني لهم التمر وهو في نخل لأهله يختلف لهم فعجل أن يضع الذي يختلف فيها فجاء وهي معه وسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أهله وقال نبي الله أي بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي قال فانطلق فهيئ لنا مقيل فذهب فهيئ ثم جاء فقال يا رسول الله قد هيئت مقيلا قونا على بركة الله فقيلا فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن السلام فقال أشهد أنك نبي الله حق وأنك جئت بحق ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فسلهم فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود وإلكم اتقوا الله فوالله لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حق وإني جئت بحق أسلم فقالوا ما نعلمه ثلاثا وكذا رواه البخاري منفردا به وروا البيهقي عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل في السفلي وأبو أيوب في العلو وأبو أيوب في العلو أو في العلو فانتبه أبو أيوب فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا فباتوا فباتوا في جانب ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك فقال السفل أرفق بنا فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو أو في العلو وأبو أيوب في السفل فكان يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جئ به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع له طعاما فصنع له طعام فيه ثوم فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل ففزع وصعد إليه فقال أحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكره قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك ورواه مسلم وثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر وفي رواية بقدر فيه خضروات من بقول قال فسأل فأخبر بما فيها فلما رآها كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي الهامش ببدر أي بطبق شبيه بالبدر في استدارته كذا في النهاية لابن الأثير انتهى الهامش وروي عن زيد بن ثابت أنه قال أول هذية أهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل دار أبي أيوب أنا جئت بها قصعة فيها خبز مثرود بلبن وسم فقلت أرسلت بهذه القصعة أو أرسلت بهذه القصعة أمي فقال بارك الله فيك ودع أصحابه فأكلوا ثم جاءت قصعة سعدي ابن عبادة ثريد وعراق لحم وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة يحملون الطعام يتناوبون وكان ما قامه في دار أبي أيوب سبعة أشهر قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل في دار أبي أيوب مولاه زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران وخمسمائة درهم ليجيئ بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوده بنت زمع زوجته وأسامة بن زيد وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان وزينب عند زوجها بمكة أبي العاص ابن الربيع وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة وخرج معهم عبد الله ابن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين ولم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منقبة عظيمة لأبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه حيث نزل في داره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روينا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الهامش القائل هو ابن كثير رحمه الله وقوله روينا بضم الراء بالبناء للمفعول خلافا لما يتوهم لما يتوهم البعض انتهى الهامش وقد روينا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه لما قدم ابو أيوب البصرة وكان ابن عباس نائبا عليها من جهة علي ابن أبي طانب رضي الله عنه فخرج له ابن عباس عن داره حتى أنزله فيها كما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره ومن لكه كل ما أغلق عليها بابها ولما أراد الانصراف أعطاه ابن عباس عشرين ألفا وأربعين عبد وقد صارت دار أبي أيوب بعده إلى مولاه أفلح فاشتراها منه المعيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام بألف دينار وصلح ما وهى من بنيانها ووهبها لأهل بيت فقراء من أهل المدينة وكذا نزله عليه السلام في دار بن النجار واختيار الله له ذلك منقبة أعظيمة وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ تسعا كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم وهي كالقرى المتلاصقة فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دار بني مالك بن النجار وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن النجار ثم بن عبد الأشهل ثم بن الحارث بن الخزرج ثم بن ساعدة وفي كل دور الأنصار خير فقال سعد بن عبادة ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير هذا لفظ البخاري وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وأبي سلم عن أبي أسيد مالك بن ربيعة ومن حديث عبادة ابن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله سواء وزاد في حديث أبي حميد فقال أبو أسيد لسعد بن عبادة ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا آخرا فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا قال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار وقد ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة وهم الأنصار الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الآية المئة من سورة التوبة وقال تعالى والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الآية التاسعة من سورة الحشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو للهجرة لكنتم رأى من الأنصار الهامش الحديث رواه البخاري والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه انتهى الهامش لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم الهامش الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال إن الأنصار كرشي وعيبتي الهامش رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومعناه جماعة وخاصة التي اعتمدها التي اعتمدها في أموري وروى البخاري عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضه ومن أبغضهم أبغضه الله وقد أخرجه دقية الجماعة إلا أبا داود وروى البخاري أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار ورواه مسلم والآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثيرة جدا وما أحسن ما قال أبو قيس سرمة ابن أبي أنس المتقدم ذكره تقدم ذكره أي سرمة ابن أبي أنس هذا في بدء إسلام الأنصار في الفصل الثاني السابق انتهى الهامش وما أحسن ما قال أبو قيس سرمة ابن أبي أنس المتقدم ذكره وهو أحد شعراء الأنصار في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ونصرهم إياه ومواساتهم له ولأصحابه رضي الله عنهم أجمعين قال ابن إسحاق وقال أبو قيس سرمة ابن أبي أنس أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من رسوله عليه السلام ثوا في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم يرى فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وألف صديقا واطمأنت به النوى وكان له عونا من الله باذيا يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذا أجاب المنادية وما قال موسى إذ أجاب المنادية فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية نعاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المواسية ونعلم أن الله لا شيء غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا ذكر ابن إسحاق وغيره ورواها ذكرها ابن إسحاق وغيره الهامش لم نذكر نحن جميع بيات هذه القصيدة بل اقتصرنا على أحسن ما فيها انتهى الهامش ذكرها ابن إسحاق وغيره وروها عبد الله بن الزبير الحميدي وغيره عن سفيان بن عيين عن يحيى ابن سعد الأنصاري عن عجوز من الأنصار قالت رأيت عبد الله بن عباس يختلف إلى صرمة ابن قيس يروي هذه الأبيات رواه البيهقي انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني بناء المسجد النبوي شريف روى البخاري عن أنس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بن عمر بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملأ بن النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحلته وأبو بكر ردفه وملأ بن النجار وملأ بن النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بن النجار فجاءوا فقال يا بن النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قال أنس فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكانت وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع قال فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضو ذاتيه حجارة قال فجعلوا ينقلون ذلك الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم وقد تقدم من صحيح البخاري الهامش تقدم هذا الحديث بتمامه مع تعليقنا على معناه وما قيل في ارتجازه صلى الله عليه وسلم في هجرته صلى الله عليه وسلم ومعه صديق إلى المدينة في هذا الفصل فرجع إليه انتهى الهامش وقد تقدم من صحيح البخاري عن الزهري عن عروة أن المسجد الذي كان مربدا وهو بيدر التمر ليتيمين كانا في حجر أسعد بن زرارة وهما سهل وسهيل فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل نهبه لك يا رسول الله فأبى حتى ابتاعه منهما وبنه مسجدا قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو ينقل معهم التراب هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول لا هم ويقول لهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وذكر موسى بن عقبة أن أسعد بن زرارة عوضهما منه نخلا له في بياضة قال وقيل ابتاعه منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وذكر محمد بن إسحاق أن المربد كان لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهيل أبناء عمر فالله أعلم وروى البيهقي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى غبر صدره فقال ابنه عريشا كعريش موسى فقلت للحسن ما عريش موسى قال إذا رفع يديه بلغ العريش يعني السقف وهذا مرسل وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد عليه عمر وبناه على بنائه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا وغيره عثمان رضي الله عنه وزاد فيه زيادة كثيرة وبنا جداره بالحجارة المنقوشة والقصة الهامش القصة بفتح القاف وتكسر الجصة انتهى الهامش وبنا جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه وسقفه بالساج وهكذا رواه البخاري الهامش بالساج هو نوع من الخشب انتهى الهامش قلت زاده عثمان بن عفار رضي الله عنه متأولا قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة الهامش كمفحص بفتح الميم وسكون الفا وفتح الحائل المهملة مجثم الغطا مجثم القطا الذي يتخذه لنفسه في التراب وهو كناية عن الصغر والحديث رواه احمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انتهى الهامش ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيره بعده فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء ان حكم الزيادة حكم المزيد فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال اليه وقد زيد في زمان الوليد ابن عبد الملك بابان جامع دمشق زاده له بامره عمر ابن عبد العزيز حين كان نائبه على المدينة وادخل الحجرة النبوية فيه كما سيأتي بيانه في وقته الهامش سيأتي في تاريخ الدولة الاموية في الجزء الخامس ان شاء الله انتهى الهامش ثم زيد زيادة كثير فيما بعد وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كما هو الشاهد اليوم قال ابن اسحاق ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي ايوب حتى بنى مسجده ومساكنه وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه فعمل فيه المهاجرون والانصار ودأبوا فيه فقال قائل من المسلمين لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل وارتجز المسلمون وهم يبنونه ويقولون لعيش الا عيش الاخرة اللهم ارحم الانصار والمهاجرة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيش الا عيش الاخرة اللهم ارحم المهاجرين والانصار قال فدخل عمر بن ياسر وقد اثقله باللبن فقال يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون قالت ام سلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض وفرته بيده وكان رجلا جعدا وهو يقول ويه ابن سمية ليس بالذين يقتلونك انما يقتلك الفئة الباغية وهذا منقطع من هذا الوجه بل هو معضل بين محمد ابن اسحاق وبين ام سلم وقد وصله مسلم في صحيحه من حديث شعب عن خالد الحذا عن سعيد والحسن يعني ابني ابي الحسن البصري عن امهما خير مولات ام سلم عن ام سلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية ورواه مسلم بسنده عن الحسن عن امه عن ام سلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي عمار وهو ينقل الحجارة ويح لك يبنى سمية تقتلك الفئة الباغية وقد اورد البيهقي وغيره من طريق جماعة عن خالد الحذا عن عكريمة عن ابي سعيد الخدري قال كنا نحمل في بناء المسجد لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار قال يقول عمار اعوذ بالله من الفتن لكن روى هذا الحديث الامام البخاري عن مسدد عن عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذا وعن ابراهيم بن موسى وعن عبدالله بالثقافي عن خالد الحذا به الا انه لم يذكر قوله وتقتلك الفئة الباغية قال البيهقي وكأنه انما تركها لما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثني من هو خير مني ابو قتاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر بؤسا لك يابن سمية تقتلك الفئة الباغية وروا ابو داود الطيالسي عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حفر الخندق كان الناس يحملون لبنة لبنة وعمار ناقه من وجع كان به وعمار ناقه او عمار ناقه من وجع من وجع كان به فجعل يحمل لبنتين لبنتين قال ابو سعيد فحدثني بعض اصحاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفذ التراب عن رأسه ويقول ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية قال البيهقي فقد فرق بين ما سمعه بنفسه وما سمعه من اصحابه قال و يشبه ان يكون قوله الخندق وهما او انه قال له ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق والله اعلم قلت حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له والظاهر انه اشتبه على الناقل والله اعلم وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث اخبر صلوات الله وسلامه عليه عن عمار انه تقتله الفئة الباغية وقد قتله اهل الشام في وقعة صفين وعمار مع علي واهل العراق كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه الهامش سيأتي بيانه في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع ان شاء الله تعالى انتهى الهامش وقد كان علي احق بالامر من معاوية ولا يلزم من تسمية اصحاب معاوية بغاة تكفيرهم كما يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهم لانهم وان كانوا بغاة في نفس الامر فانهم كانوا مجتهدين فيما تعطوه من القتال وليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب له اجران والمخطئ له اجر واما قوله يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار فان عمارا واصحابه يدعون اهل الشام الى الالفة واجتماع الكلمة وان اهل الشام يريدون ان يستأثر بالامر دون من هو حق به وان يكون الناس اوزاع على كل قطر امام برأسه وهذا يؤدي الى افتراق الكلمة واختلاف الامة فهو لازم مذهبهم وناشئ عن مسلكهم وان كانوا لا يقصدونه والله اعلم وسيأتي تقرير هذه المباحث اذا انتهينا الى وقعة صفين من كتابنا هذا بحول الله وقوته وحسن تأييده وتوفيقه والمقصودها هنا انما هو قصة بناء المسجد النبوي على بانيه افضل الصلاة والتسليم الهامش سيأتي هذا في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع ان شاء الله تعالى انتهى الهامش قلت ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بني منبر يخطب الناس عليه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو مستند الى جذع عند مصلى في الحائط القبلي فلما اتخذ له عليه الصلاة والسلام المنبر وعدل اليه ليخطب عليه فلما جاوز ذلك الجذع الجذع خار ذلك الجذع وحن حنين النوق العشار لما كان يسمع من خطب الرسول عليه الصلاة والسلام عنده فرجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذي يسكت كما سيأتي تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد الساعدي وجابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وألس بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم الهامش سيأتي هذا في الدلائل والمعجزات النبوية في القسم الثالث من هذا الجزء بعونه تعالى انتهى الهامش وما وما احسن ما قال الحسن البصري بعدما روى هذا الحديث عن الاس بن مالك يا معشر المسلمين الخشبة تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا اليه اوليس الرجال الذين يرجون لقاءه احق ان يشتاق اليه فضل المسجد النبوي ومسجد قباء روى الامام احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اختلف رجلان رجل من بني خدرة ورجل من بني عمر بن عوف في المسجد الذي اسس على التقوى قال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العمري هو مسجد قباء فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في ذلك خير كثير يعني مسجد قباء وروه الترمذي وقال حسن صحيح وروى الامام احمد الترمذي والنسائي عن ابي سعيد الخدري قال تمار رجلان في المسجد الذي اسس على التقوى وذكر دحو ما تقدم وفي صحيح مسلم من حديث حميد الخراط عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سأل عبد الرحمن ابن ابي سعيد كيف سمعت اباك في المسجد الذي اسس على التقوى قال قال ابي اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المسجد الذي اسس على التقوى فاخذ كفا من حصبا فضرب به الارض ثم قال هو مسجدكم هذا وروا الامام احمد عن سهل ابن سعد قال اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي اسس على التقوى فقال احدهما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر هو مسجد قباب فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هو مسجدي هذا وروا الامام احمد عن سهل ابن سعد عن ابي ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد الذي اسس على التقوى مسجدي هذا فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من افادة القطع بانه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى هذا ذهب عمر وابنه عبدالله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختاره بن جرير وقال اخرون لا منافة بين نزول الاية في مسجد قباك كما تقدم بيانه وبين هذه الاحاديث لان هذا المسجد اولى بهذه الصفة من ذلك لان هذا احد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال اليها كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي خريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس وفي صحيح مسلم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد وذكرها وثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من الف صلاة فيما سوا الا المسجد الحرام وفي مسند احمد باسناد حسن زيادة حسن وهي قوله فان ذلك افضل وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومن بري على حوضي والاحاديث في فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة جدا وقد ذهب الامام مالك واصحابه الى ان المسجد الى ان مسجد مدين افضل من البسجد الحرام لان ذلك بناه ابراهيم وهذا بناه محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان محمدا افضل من ابراهيم عليه السلام وقد ذهب الجمهور الى خلاف ذلك وقرروا ان المسجد الحرام افضل لانه في بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض وحرمه ابراهيم الخليل عليه السلام ومحمد خاتم المرسلين فاجتمع فيه من الصفات ما ليس في غيره بناء بيوته وبنى وبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له ولأهله وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء قال الحسن ابن ابن الحسن البصري وكان غلاما مع امه خير مولاة ام سلم لقد كنت انال اطول سقف في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بيدي قلت الا انه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله وقال قلت قلت الا انه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله وقال السهيلي في الروض كانت مساكنه عليه السلام مبنية من جريد عليه طين بعضها من حجارة مرضوضة وسقوفها كلها من جريد بعضها من حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جريد الهامش قوله مرضومة اي مصفوفة بعضها فوق بعض انتهى الهامش قال وفي تاريخ البخاري ان بابه عليه السلام كان يقرع بالاضافير فدل على انه لم يكن لابوابه حلق او حلق قال وقد اضيفت الحجر وكلها بعد موت ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد قال الواقدي وابن جرير وغيرهما ولما رجع عبدالله ابن اريقط الدائلي الى مكة او الدؤلي الى مكة بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر زيد ابن حارثة وابا رافع موليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا بأهاء بأهالهم من مكة وبعث معهم بحملين وخمسمائة درهم ليشتروا بها ابلا من قديد الهامش قديد مثل زبير اسم واد انتهى الهامش ليشتروا ليشتروا بها ابلا من قديد فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وام كلثوم وزوجته سودة وعائشة وامها ام رومان واهل النبي صلى الله عليه وسلم واهل النبي صلى الله عليه وسلم وآل ابي بكر صحبة عبدالله ابن ابي بكر وقد شرد بعائشة وامها ام رومان الجمل في اثناء الطريق فجعلت ام رومان تقول وعروساه وابنتاه وابنتاه قالت عائشة فسمعت قائلا يقول ارسلي خطامه فارسلت خطامه فوقف باذن الله وسلمنا الله عز وجل فتقدموا فنزلوا بالسنح السنح بضم السين المهملة موضع قرب المدينة انتهى الهامش فنزلوا بالسنح ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال بعد ثمانية اشهر كما سيأتي وقدمت معهم اسماء بنت ابي بكر امرأة الزبير بن العوام وهي حامل متم بعبد الله بن الزبير كما سيأتي بيانه ان في الهامش سيأتي هذا في زوجاته صلى الله عليه وسلم في الفصل السادس من هذا القسم وكان عبد الله بن الزبير اول مولود ولد في الاسلام بالمدينة كما سيأتي بيانه في هذا الفصل بعونه تعالى انتهى الهامش ما اصاب المهاجرين من حم المدينة روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك ابو بكر وبلال الهامش وعك اي اصابه اذى الحم انتهى الهامش قالت فدخلت عليهما فدخلت عليهما فقلت يا ابتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان ابو بكر اذا اخذته الحم يقول كل امرئ مصبح في اهله كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله وكان بلال اذا اقلع عنه الحم يرفع عقيرته ويقول الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بواد وحول اذخر وجليل وهل اردن يوما مياها مجنة وهل اردن يوما مياها مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل قالت قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة ورواه مسلم مختصرا وفي رواية للبخاري عن عائشة فذكره وزاد بعد شعر بلال ثم يقول اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وامية بن خلف كما اخرجون الى ارض الوباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او شد اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وصحح لنا وانقل الحماها الى الجحفة قالت وقدمنا المدينة وهي اوبأ ارض الله وكان بطحان يجري نجلا يعني ماء اجنا الهامش نجلا اي نزا وهو الماء القليل كذا في النهاية لابن الاثير انتهى الهامش وقال الامام احمد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم البدينة اشتكى ابو بكر وعامر بن فهيرة مولى ابي بكر وبلال فاستأذنت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فاذن لها فقالت لابي بكر كيف تجدك فقال كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله وسألت عامرا فقال اني وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان حتفه من فوقه وسألت بلالا فقال يا ليت شعري هل ابي تن ليلة بفخ وحول اذخر وجليل الهامش قوله بفخ بفتح الفا اخره خا معجمة هو موضع بمكة والعله جبانة فيها وقوله اذخر وجليل الاذخر بكسر الهمز والخا المعجم وجليل بفتح الجيم هما نوعان من الاعشاب انتهى الهمش فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فنظر الى السلام الى السماء وقال اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة وشد اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وانقل وباءها الى مهيعة او مهيعة وهي الجحفة فيما زعموا وكذا رواه النسائي الهمش مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهي ميقات اهل الشام على مسافة اثنين وثمانين ميلا من مكة قوله فيما زعموا قد يفهم منه تضعيف هذا التفسير وليس كذلك بل هو صحيح فان مهيعة هي الجحفة انتهى الهامش وروا البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرئيس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولتها ان وباء المدينة نقل الى مهيعة وهي الجحفة هذا لفظ البخاري ولم يخرجه مسلم ورواه ترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة قال هشام قال هشام فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى ورواه البيهقي في دلائل النبوة وقال يونس ابن بكير او بكير عن ابن اسحاق قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة فاصاب اصحابه بها بلاء وسقم حتى اجهدهم ذلك وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه صبيحة رابعة يعني مكة عام عمرة القضاء الهامش صبيحة رابعة اي صبيحة الليلة الرابعة منذ القعدة سنة سبع للهجرة انتهى الهامش فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد قد وهانهم حمى يثرب فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرملوا وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم قلت وعمرة القضاء كانت في سنة سبع في ذي القعدة فاما ان يكون تأخر دعاءه عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء الى قريب من ذلك او انه رفع وبقي اثار منه قليل او انهم بقوا في خمار ما كان اصابهم في ذلك الى تلك المدة والله اعلم قوله خمار بضم الخاء المعجمة هو بقية السكر والمراد انه بقي فيهم شيء من اثر الوباء ويحتمل ان كفار مكة قالوا ذلك بحسب ما هو معروف عندهم من وباء المدينة انتهى الهامش موادعته صلى الله عليه وسلم اليهود بالمدينة وكان بها من احياء اليهود بن قينقاع وبن النظير وبن قريبة وكان نزولهم بالحجاز قبل الانصار ايام بخت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيما ذكره الطبري ثم لما كان سيل العرم وتفرقت شذر مذر نزل الاوس والخزرج المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم من الفضل في العلم المأثور عن الانبياء لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والاسلام وخذل اولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق وروا الامام احمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دار انس بن مالك وقد رواه الامام احمد ايضا والبخاري ومسلم وابو داود من طرق متعددة عن عاصم ابن سليمان الاحول عن انس بن مالك قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري وروا الامام احمد عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ان يعقلوا معاقلهم وان يفدوا عانيهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين ورواه احمد عن ابن عباس مثله وقوله عانيهم اي اسيرهم تفرد به الامام احمد وفي صحيح مسلم عن جابر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة الامش عقولة بضم العين المهملة اخره ها جمع عقل وهو الديا وجاء في المطبوعة بالتاء المكفوفة باخره وهو خطأ انتهى الامش وقال محمد بن اسحاق وقال محمد بن اسحاق كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والانصار وادع فيه اليهود وعهدهم واقرهم على دينهم واموالهم واشترط عليهم وشرط لهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي الامي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم انهم امة واحدة من دون الناس المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم قوله رباعتهم بالالف بعد الباء الموحدة اوله مفتوحة هذه احدى الروايات وهي الاوفق للمعنى اي على شأنهم وعادتهم من احكام الديات والدماء يتعاقلون معاقلهم الاولى وهو في المطبوعة ربعتهم ولا وجهلة انتهى الهامش المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقصط وبن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقصط بين المؤمنين ثم ذكر كل بطن من بطون الانصار قوله ثم ذكر لقد نقل ابن كثير كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عن ابن اسحاق واقتصر فيه انتهى الهامش ثم ذكر كل بطن من بطون الانصار واهل كل دار بني ساعدة وبني جشم وبني النجار وبني عمر بن عوف وبني النبيت الى ان قال ان المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء وعقل قوله مفرحا بضم الميم وفتح الراء المثقل بالدين كذا المثقل بالدين كذا في القاموس انتهى الهامش الى ان قال ان المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء وعقل ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيسة ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعهم وان ايديهم عليه جميعهم ولو كان ولد احدهم ولا يقتل مؤمن ولا يقتل مؤمن في كافر ولا ينصر كافر على مؤمن وان ذمة الله واحدة يجير عليهم ادناهم وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وان وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا وان المؤمنين يبيء بعضهم بعضا قوله يبيء بفتح الباء المثنى التحتية من باء ان يعادل بعضهم بعضا انتهى الهامش الهامش وان المؤمنين يبيء بعضهم بعضا بما نال دماءهم في سبيل الله وان المؤمنين المتقين على احسن هدى واقومه وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فانه قود به الى ان يرضى ولي المقتول قوله اعتبط بالعين المهملة اي قتله بغير حق يقال اعتبط الابل والغنم اذا نحرها لغير داء وقد جاءت في المطبوعة اغتبط بالغين المعجمة وهذا تحريف انتهى الهامش وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به الى ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه وانه لا يحل لمؤمن اقر بما في هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الاخر ان ينصر محدثا ولا يؤوي وانه من نصره او اواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فانما رده الى الله عز وجل والى محمد وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دام محاربين قوله وان اليهود ينفقون بالنون بعد الياء اي عليهم النفق مع المؤمنين في الحروب اذا قاتلوا مع المسلمين وكان هذا قبل ان تفرض الجزية وجاءت كلمة وينفقون في المطبوعة بالتاء يتفقون وهو تحريف وما اكثره في المطبوعات وفي كتاب ابن كثير هذا خاص انتهى الهامش وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دام محاربين وان اليهود بن عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ الا نفسه فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته قوله يوتغ بالتاء المثناء الفوقية مكسورة بعد الواو اخره غين معجمة اي يهلل انتهى الهامش فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته وان ليهود بن النجار وبني الحارث وبني ساعد وبني جشم وبني الاوس وبني ثعلبة وجفنة وبني الشطنة ومثل ما ليهود بن عوف وان بطانة يهود كأنفسهم وانه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد ولا ينحجر على ثأر جرح قوله ينحجر يقال تحجر الجرح اذا اجتمع والتأم والمعنى لا ثأر من القاتل بعد الديه انتهى الهامش ولا ينحجر على ثأر جرح وانه من فتك فبنفسه الا من ظلم وان الله على ابر هذا وان الله على ابر هذا وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم قوله على ابر هذا ان يرضى به انتهى الهامش وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصحة والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأثم امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة قوله جوفها بالجيم بعدها واو هذا هو الصواب كما في سيرة ابن هشام اي ان المدينة حرم امن للجميع ولا داعي لعرض ما في النسخ الاخرى لبعده عن المعنى المرادها هنا انتهى الهامش وان الجار كالنفس غير مضار ولا آث وانه لا تجار حرمة الا باذن اهلها وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار او اشتجار يخاف فساد فانما رده الى الله وانه محمد رسول الله وانه محمد رسول الله وان الله على اتقى ما في هذه الصحيفة وابره وانه لا تجار قريش ولا من نصرها وان بينهم النصر وان بينهم النصر على من دهم يثرب واذا دعوا الى صلح مصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم ما على المؤمنين الا من حرب في الدين على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم وانه لا يحل هذا الكتاب دون ظالم او آث وانه من خرج امن ومن قعد امن بالمدينة الا من ظلم او آث وان الله جار لمن لمن بر واتقع كما اورده ابن اسحاق بنحوه وقد تكلم عليه ابو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في كتاب الغريب وغيره بما يطول انتهى الشريط التاسع ومنتقل الى الشريط العاشر اشتركوا في القناة